رزعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على مدغاد جو برنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور سعيد نوي ولو أستجامعي بجامعة الحسن الأول محامي بيئة الدار البيضاء مقبولة للمحكمة النقض مازال مواصلين ومازال مستواري معكم مستمعينا ودائما في استقبالكم على 05-2-642-50 أو 51 أو 52 أيضا كلكم تواصل معنا مستمعينا عبر الاسمس كتاب تكون مدعم الداخل وفرغ وصفت السؤال جلكم 5080 تمنى الرسالة السديل درام محتيسة بالرسوم النسطي محمد من العيون مرحبا بكة سيدي العالمي صار مع firmy كمل كيف سادة ؟ نعم سويت حكم اعنا مفتس ممكن تسوّل أنّه وكيل تميّد لّا ماشيّتي بخدّم ذيّه لا، واشّن انت درّتي هذا الإجراء ولا ما درّتيه، مشيّت عند موفّتي الشغل ومّا بعد مشيّتي المحكامة، ولا لا؟ لا، ماشيّتي علاش ما مشيّش المحكامة، إمتى تستردتي إمتى إنت فصلكم للعمل؟ لا، أنا سومّيّي يوّأ، سير أولدي للمحكامة؟ رفع الدعوة ديّاك في المحكامة شوف شي محامي، ولا دير الدعوة ببحدك اللي بغيتي، باش ميفوتكش الأجل باش بقاش تماطل واش ما عندك تشيّي وثيقة؟ ما عندك تشيّي وثيقة باش تتبع العلاقة الشغلية؟ لا، حيّت دبّم بوشكي تستطيع بسم الوثيقة، ترسيل نفسي الجولي نحط أفروني مغادر سيّل العمل بشكل تلقائي؟ نعم، أنا لكنا أجل تحرضين ندري علي، ولصابناك سينتخل نصاب أخرين، غادرنا نقاذه، وانا نكتلوه الدارة من حقي لا، سيّل محمد دبانسية فاش جرّوا عليك دبا، واش دروا ليك مغادرة تلقائيّة، ولا شنو؟ تلقائيّة إلا ولكن، واش أنت غادرت العمل بصورة تلقائيّة، هاد الأسباب رك أتبين بأنك أنت ماشي غادرت العمل بصورة تلقائيّة مالك مرتبك، شنو عندك؟ قولينا شنو عندك، نعم قولينا شنو عندك نعونوك رزق الله سيّل مؤمن شوف، الرزق بيدي الله سبحانه و سعلا ماشي بيدي العباد، عباد غيموا سخارين ذا بيرزق الله سبحانه و سعلا ذا بيرزق الله حقك، حقك ما تنازلش عليه هو أنك مادم مشيتي عند مفتي الشغل ومفتي الشغل وغايدر لهم واحد الاستدعاء على أساس بأنه باش يجي وتقابلوا عنده ويحاول يدير محاولة تصالح بيناتكم وإلا ما وقعش صلح بيناتكم يعطيك هذه البطاقة اللي فيها المعلومات، وكاتمشي المحكامة باش ترفع الدعوة، إلا ما عندكش الوثائق عندك الحق تطلب شهود باش يتبتلك بأنك تشتغل عند هاد الشركة إلا غير ذلك فأنت الحمد لله عندك على الأقل عني هاد الإمكانيات اللي ممكن تديرها إلا كانش نوع من التحايل بين قوسي عن القانون نراه ممكن أنه تكشف يعني لما إلا ما تبتش في الابتدائية، يرغي تبت الاستيناه ما كانش احترمه، نقض ممعه، حقك ما تنازلش عليه مرحبا سيدي، بتوفيق سكران بارك لاوك، سلامة بتوفيق نساء أجل ما يفوتوش لأنه يبقى تماطر، 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 لما بعد الأحلى سلمو، رسالة مثلاً دي الفصل وفيها متان تسعين يوم، رخصوا في تلتشور أنه يمشي يرفع الدعوة، السنور عنده سنتين يعني أقصى في حاجة من الحالات سنتين، فإلا فاته يبقى اليوم وغدى وهذا كي تسنور، فإلا فاته يبقى اليوم وغدى لا ندخلش فيها أنا لأنني لا علمالي بها يقدر يكون نوحد متعاطف دير مع مفتي الشغل مع الشركة قد يكون ستنة وقد يكون قاعدة، الله أعلم، ولكن مشي هذا هو المشكلة، المشكلة هو أنني المشر يعطاني الحق أنني ما بغاش مفتي الشغل يقوم بالإجراءة دير وعنني الحق يمشي المحكامة دور دير مفتيشهم طيب تحال أنه دور تصالحي بين مشغل وبين العامل، إلا حصل هذا التصالح بنتهم فداك، فما بأمن إلا ما كان شهد صحرار يمشي المحكامة باش أنه يطال بحق دير ومحكامة تنصفه بإذن الله ونتمنا ولو خير بإذن الله ناخدو معنا لفتن زهرة من رشيدية مرحبا بيك ليلة تفضلي ليلة لفتن زهرة آآ مرحبا يلا تفضلي يلا تفضلي يلا تفضلي يلا تفضلي يلا تفضلي يلا تفضلي وساكنين زهرين وحدين مستغلين وغل شواش ديرين عليهم الحيط يلا تفضلي ولكن احنا شلونا عند واحد الناس يو أنتم مشترتوش حاجة لي ماشي ديالهم قلت ديال الدولة يلا تفضلي 5 متر من عند الناس في قوعد ديالنا هذا الشي اللي بيعو لك لي ماشي ديالهم قلت انت ديال الدولة ديال الدولة معنا مش عقب يبيعوه أراج 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 فلنا عنده بديالينو في الورقة ديالنا ايا زيدي ودابا قالوك غادي طيحو واشنا ذيك سكنا فيها ثلاثة الطبقات شكولي غادي طيح دولة ايو المخزن راه دياله هاديك راه دياله شي قلت لك انا راه هاديك ديال المخزن ضونك راه عندو الحق يتصرف فيك كما بغى راه ماشي ديالك والورق حيت شريتينتي شي حاجة باطلة شي حاجة اللي ماشي الحق ديال دوك الناس بعولك الناس راه ممكن يتابعوه موكيل ما ذيك ما عندو مش حق يبيعوه شي حاجة ديال الدولة واخا هي واخا طلطة الطبقات وقريبا راه باسكنة واخا لانوك بنيتو فوق شي حاجة اللي ماشي ديالكم من حقهم انو ميهدمو كون بنيتي فوق ديالك وكان مثلا عير ماختيش الرخصة ولهادك يكون نوع من تجاوز وكيسكتو هذا وهذا وتخلصي شي غرامو كالدوز ولكن انو شي حاجة بنيتو فوق الدولة راه ديال الدولة من حق تصرف كما بغى نعم وناخدو معنا مكلمة اخرى معنا السابد العزيز من توريرت مرحبا بك سيدي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يسعر وبركاته اردازيك استاد بنسورك على واحد المحل كارينو ايه وصلحناه من الداخل غا قشرناه عودنالو زيما بنا مولاة الملك الناضي قالت كده كده ما كده كده ما كده شنالك كده ما كده قتلكم غيرتو شي حاجة من لما غيرنا الته لا هي ايشن قتلكم غيرتو شي حاجة ايشن قتلكم خربتو راكم درتو ركاة ديال هادر اللي قان فيها وانتو ما عاودتو صلحتو ماشي خربتو هو اللي احنا غاقشرناه وعاودنا ما درنا لبيليات وصلحتو هيا اذا ماشي مشكل وزيما بنا نعافه من ناحية القانونية اسمه هو قبل هو قربنا لف قفلا في حيوطي الان قصرة ديال الحيط حال اللي عاودتو الصباغة وصافية ولكن كنتو تاخدو هادا الرخصة تاخدوها قبل ماشي وقعش مشكل لان ناحية المحاكمات بكنش تاخد فهد اعادة يعني كما يسمى يعني اعادة صباغة الجدران لهدي ماشي تغيير في المعالم ديال المحل وهدا نوع من الاصلح تاخدو ولكن على الاقل تاخدو الاذن باش ميوقعش مشكل فده با انا اعتقد ما يكونش مشكل وخاتبش يدعيكم من هذا لانك ما خسرتوش شي حاجة او ريبتوش شي حاجة او يعني هذا خربتو كما قالت ولكن عاودتو صلحتو هاداك هاداك المحل واش خدتو صور في المداية كيفاش كان المحل وكيفاش رجعه الا مااخدناش الا والموقت كانت خسكم تديروا هدي على الاقل باش تبينوا الفرق بين كانت كيفاش كان المحل وكيفاش والله وهدا وهدا وربما احتى طبيعة النشاط التجاري اللي غتقوموا بيه وربما انه يصدعي انكم تقوموا بتزيين هاد المحل وتعود يعني تقادوه هالي ممكن ان الشخص يعني قبل عليه ويجي يشوفوه نعم الله يفكر سرق الله يفكر ناخدو معنس هاشم بالبيضة مرحبا بك سيدي حاليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا سيدي الله الحمد لله مرحبا سيدي كانت واحد محلة تجارية الله يخليك وانا اقول للمالك الولد اللي يتوفى الله يحموه ايه انا اقرب انشهد السنين دل الشوماش ابغنال محل ترجعوه أريد أن أرجعه وإذا كان لديه أطل الجزاري وإذا أقدر أن أتعلم أنه يستطيع التعويض أو لا طبعا في الحال المحكمان لك تعين الخبير باش يحدد التعويض المناسب لإرجاع هذا المحل لكم وخي يكون ما أدير قضية دي الاحتياج ولو احتياج ولو الاحتياج راه تابت رأنت أي وقت عندك الحق ترجع للمحل ديانك ولكن المقابل هو كأنك تخلص لهذا التعويض إما أنك تفهم معه مباشرة حبيا أو أنك متعدروا بحق للمحكمة دير المحاولة في المحكمة أدير دعوة ديالك و pillarا توديه من يتعين الخبير رأس المبلغ اللي هوا يحددك من الاقتقاد قال للمبلغ رأ Mahaka عنك تاخذ واحد دعوا يا عقلك التوبات إن يوما كان عنا أتمنى أن أريد أن اتعجع سل هذه الدعوة اللي يريدته وإنققendy هذا كل وLAN في المحاولين فرأش أريد محامي لا يستطيع الأمر كان للمحامه كان الخبير trzeعاء يحدث يحدد الخبير رأح حتىك يبرز هذا تقدر فرق كامل ب Bernい恐 Hak language وذلك ساعة قديتي على باش تأدي ذاك المبلغراء تأديه ومن بعد تأخذ المحل ديك ما قدي يجرى انك حق تراجع عليه ماشي مشكلة والله خليك أستد كين واحد اشتر طواف العقد نعم شنوه مهم انه قد خلفناه باش تخلف جميع الدرائب جميع كلها بدون سيدنا ايا نتافقتو هاد الاتفاق من حكم هو ماداش يلما خللش غتخلصو علي وتسترجعو هادك المبالغ لي خلصتوها عن طريق الاتفاق لا معنا تشي علاقة بالتعويد هذا علاقة بالإدارة الدرائب ما خلصوه 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 ولكن ترجعو علي باعتبار انكم تافقتوها ماشي ادي جميع الدرائب المستحق على المحل لا مادا زمي مباشي خلطوه شوه هدا تماطول مش انه ننفسخو لا ماشي تماطول هاده انا عنده علاقة بالدرائب ماشي انه مكي اديشت واجبات لني اهم التزام لكي التزم به المكتاري واداء الواجبات كيرائية في الوقت المحدد والمتفق عليه في العقد فهي لا ماداش من طبيب الواجبات كيرائية كيتم الانضار دياله كيتعطاه مهلة ما ماداش دخلك المهلة كيتعتبر متماطل وكيتم الافراخ دياله من المحل لكن الالتزامات الاخرى هديك تبقاك تعويض ممكن انه ماداش تعسف في عدم القيام بهذاك الالتزام او الوفاء بهذاك الالتزام نتفق عليه في العقد هنا ممكن انك طالب تؤدي هذاك الالتزام ولكن مقابل طالب تعويض باعتبر انه ماداش نعم ناخدو معنا مكالمة مولية مرحبا بك السيدي نعم الله تفضل السيدي مرحبا بك اهل الله سوكينا مرحبا بسيدي الجلالي بس عليك الحمد لله سيدي بارك الله وفك سيدي الله يكبر بك سيدي مرحبا سيدي مرحبا شو السيد المحمد انا رفعت الوحد دعوة دي الوحلعق دي الاختي ماتد وحد دردها محفظاش نشيد بركة تشاهدة دي الملكية درت الارتاء من درت الارتاء من خارط غيرها انا اختي مابغلش نخارطة درت ختم بنا معطر بهم دير معي مارتين معي ولكن هم مكيددخلوش قاعب خطرة ومن بعد درت المحكمة درت الدعوة خلص صندوق خلص مفوت قضائي ولكني امرت ايه امرتت واحد شهر دي ثلاثة امرين الجلسة كانت لدينا نهار خمسة عشرين وشهر واحد وداز عندي حكم نهار ثمانية وشهر جوز باش تحكم عدم قابول طرح وانا ما عنديش باش ندير المحامي ومشيت شهدتش هداد الملكية وده باش نوخسين ندير واش لك الحكم بقي ساري المفعول ولا لا ليلة الى ما تحكمش بقي مازال عندك الحق تدير المحامي باش كي يقولك اصلاح المصطرة ان حت هاد المصطرة على شهدت كتابية يعني فيها تبادل مذكيرات بين المحاميين ماشي غت تقول انت بفمك يكتبوا لك في المحضر ولا شي حاجة حت ماشي مذكرة شفاوية وحتى مذكرة او هاد الدعوة شوية دقيقة وانت ميمكنش يعطيك نعم تفضل تفضل محامي ما عنديش باش نديرو نعملش ورا ميمكنش حت عندك عقار ميمكنش حت المساعدة القضائية ما غتستفدش منه لانا عندك عقار ميمكنش يعطيك شهادة بعدما التملوك وانت عندك هاداك العقار عندك هاد الارض اللي هو هاد المحل اللي يغبغي يتبيع ماشي ديال اغتيانة غير واريت ايا متافق معك واريت ولكن وليتي دابة صاحب حق او لا عندك الحق انا رأيي الشخصي غتشوف محامي ياك اتافق معاه اتافق معاه على شي طريقة معينة باش تأدي له الواجبات ديالو غتشي عند محامي واتافق معاه شوف الاتفاق اللي غدي اقتر عليك وديك الساعة لك انتو غد تتافقوا على واحد يعني نوع معين من اداة كيفاش غيتم ديك ساعة ممكن ينوب عليك ايا المبلغ ولا الطريقة ولا هادا غدي تأينوب عليك وديك ساعة حتى اتخذ حقك بإذن الله هو بقي شارية المبعول الى ما تحكماتش الى بقي ما تحكماتش رأه بقي عندك الحق كنتي دفعتي الدعوة تعينات 8 جوج ربما تكون تأخرات وديك ساعة تشوف المحامي يكمل لك الاجراءات بإذن الله شجر النيابة ديالو يكمل انه يدار بزاف الاجراءات باش انها توصل البيعي للعقر عن طريق المزاد العلني ناخدوه معانا من مدينة مكننس هاد المراسي محمد مرحبا بيك سيدي السلام عليكم سلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا سيدي الله يتقول نعم مرحبا بك مرحبا سيدي مرحبا مرحبا سيدي مرحبا مرحبا سيدي مرحبا وفي الاخر من واحد نار قايت واحدة يبني فيها قايت نتسول قايتوا عن استفاد اخرى نفياجو استفادات دابا المكتب ديالويدادية بيعليكم بجوج با اينا مجد وذانا بيعلي فلو كارتوز ولا بيعلي فلو كنز تبورك يا يقدرين ماشي خطأ حيث بلية متابع بزاف يعني 14-15 مقدرش يكون خطأ حيث بعث المرات حيث بعث المرات يقدر مطلا واحد في المكتب يبيعلك وجي الاخر ما في الخبره وش يبيعلك ميدروبش عليها مثلا في الوباول اي شي حاجة ويعود يبيعها مرة اخرى وش وقعات الشينيت بالضبط ولا عركان تحايول وشنو من يقلبته عن وما دخلاش الرجيستر وانتالك يعترفوبك انتالي مالك لهذه القطعة انتالي مستفد منها وتوكل على الله سبحانه وتعالى وبني ما عندك ما تخف لا ما عندوش الصيفة هذا شبه نقولك ما عندوه الصيفة باش انه يوقفك انتالي عندك الصيفة وحتى انه ربما الرئيس المكتبه ورئيس الودادية رأى ممكن انه يشهد صالحك باعتبار انتالي لولاد دير معين عن طريق مفوض قضائي وتبت بانك انتالي عندك الصيفة وانتالي يمسجل مستفيد من هذه القطعة الارضية انه بيتجد هذا المحضر هذا كاحتياط ديرو عن طريق مفوض قضائي باش تبت يعني ما تعرف شنو يوقع من بعد تبت بانك انتالي مسجل في السجل عندهم وانتالي مستفيد من هذه الوقا الارضية والرقم ديالها والحدود ديالها الى غير ذلك مفوض قضائي باش يجي عاين هدوك السجلات ديالهم باش يشوف انترا الاسم ديك ولي كين وشوف حدود ديالها والرقم ديالها والموقع ديالها كل شيء باش يحدولك باش هتبقى عندك حجة في ديك وناخدو معنا دائما مدين اسمك ناس هاد المرة السعادل مرحبا بك السيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك السيدي عادل الله يخليك واستفار من الاستاذ مرحبا مرحبا سيدي مرحبا سيدي نعم كن اسمعلك الله يستركوا دار البلادية ايه 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 دبوا بغين ان اقريبة يعني فيها قريبة تريف مهم بغين ان نريبوا الدار ونعاودون بنوا وسلموا لكم سلموا لكم هاد الديور سلموهم لكم لا ممسلمين كانش ديور لي تسلموا لهم احنا دبوا بالسالد غتريبوها باي حق غتريبوها انتم وتبنيوها بدون الموافقة ديال الجهة المالكة ديال البلدية خصوهمي ديروا ليهم طلاب وش انهم موافقوا ليكم انكم تريبووا تعودوا وتبنيو لانتم ما مالكين هاش الان دبوا بتصرفوا بها بحل رهديا لكم وما تسلمتش لكم ديروا طالب ليهم الى كانت الموافقة على اسس بانه كينوا وحد الخطر حال بانه تقدر تطيع لكم الله يحفظوا لها دي ممكن انو اذنو لكم اما بالاصلاح اما بالهدم والاعادات البناء ممكن هذا الاذن ممكن تعطاه ولكن خصومه يعني يعطيه لكم لما اعطاهوش لكم مرة ما عندكم مش لحق واخيب اسميت مولا شكون اسميت مولا؟ مولا عير مستفيد ماشي مالكها عير مستفيد اي مستفيد منها ولكن كي بقعت تسليم من بعد بزاف الناس صفقوا معهم وعطاه واحد مبلغ معينة وسلموها لهم يعني بحالة ملكوها لهم يعني يدوزوها في اسميتهم ولوليك سعى مالكين يتصرفوا فيها كما بغاوا يريبوها ويعود يبنيوها الى غير ذلك او يبيعوها او غير ذلك ولكنتم الان بقي ما عندكم مش ماشي في اسمكم مش مالكينها خصكم دايما تحت الوصاية ديال البلدية باش هي اللي ممكن انها تعطيكم الاذن باش انكم تقوم بعد اصلاحاتها والهدم او اعادة البناء نعم نتدو معنا دايما من دينة مكناس هاد المرة اللي امينة مرحبا بك هلا آلو السلام عليكم الله عليكم السلام والحمة الله تعالى بركاته شكرا الله يكتخيركم على الوصاية تديروا معنا مرحبا للوصاية للا الواشف مرحبا تفضلي الله يخليك استاذ عندي الله يخليك راما ما يدينيش الناس عندي واحد المشكل هما راهنا عندو واحد سيدة ايه راهنا تدرت معها عامين الولى نعم وسالينة وعودنا عود تاني الكونترا نعم عامين خراعة عودتاني سالينة عودتاني جات قتلي نزيدو عامين قتلي هلا نديرو غير عام نعم كنت في السيدة في الخارج كانت تخلى هادي ثلاث شهر المغرب شدوها في المطار باس للمحكمة دابرت حكمة ما تبعى منص لماذا؟ اه كانت وعدت شي ناس بعقد عامل منفة دولديار على نسبة ايديهم أدب الله يزيك بخير أنا أخوف ديالي حيت تبضل عندها بقافة الكريدي وانا خايفة من البنكة والله يجزك باخير بغيت معرف شنو خسنين ديرانا في هذه الحالة ديري داتي حز ديري حز بهذك الكونترة اللي عندك اللي ديرها معها اللي في هذك المبلغ ديال الرهن ديري حز تتيع العقار حتى لا باعت البنكة وقوشي فلوس سافدينتي حز اه حز تحفوظي وين ديرو سيدي الله يخليك غتديري في الحكامة تأخذي وانا كنا نسحك تشوفي محامي هو اللي غايدر لك هذا الحز وتأخذي الامر مع عند رئيس المحكامة وهذاك الحز كتش تجليه في محافظة العقارية هاتش ما تعرفيش تديري انتي ولكن شوفي محامي ديرو ليك حت الله يجزك بخير حتحنا دبال كونترة فازدنا دبال عامل الخرية البارح البارح لوزنسات البارح تسالين الصلاة في الكونترة وخسرت الكونترة انتي كتتسالي فلوس في هذك الكونترة هذك الرهن ما عنده تشي علا قبل عقد الكراء هذك بوحده عقد مستقل وان كان انه داخل في عقد الكراء ولكن عقد مستقل هذك يتبتلك بانك تسالي لك السيدة دك المبلغ هذك المبلغ سكت تجليه تديري حز تحفظيه ومن بعد عندك حق تديري حز تنفي ديقاع من بعد احتلاء قدر الله مثلا ان البنكة بغاد تبيع وبقات في مبالغ معينة رغا تستفدي منها انتي لانا البنكة تاخد فلوسة كاملين كنت تستال سبيعين قدي سبيعين كنت مية قدي مية كلها ولانشاطة تهيرة ممكن تستفدي منها انتي نعم ناخدو معنا السي موراد من الدر البيضاء مرحبا بيك السي موراد شدنا سيدي مرحبا بارك الله فيك نعم ركا سيدي مرحبا كاسلعك مرحبا بارك الله فيك والسيدي عفوة السيدي انا احنا اخداف وحد الشركة هي واحد ياما اتكن ادلموشكي دل خلاص نضمو برنا النقاض نضمو برنا النقاض حتى تخلصنا مداز من الزرمو انا وصافي يعني نورمان برنا النقاض على اساس المصالح ديانا نعم شو وحدين معنا بغووا يتخذوها عندهم مشاكل مع الپيرسونال مع الپاترون ولو يقولو قطعو الخدمة نحسو الخدماتي دي لاش نحسوها مدارسية هالي انا بولي يدكشي يعني ولو حلو اخدين نقاضا غرض اخر تبعت منهم نطس انا حدي بو كيجي انا كحكم خدمة دياري يعني كندير اه المهم كندير اتوغافيك اه كيجي بطاطرون كيطلبني انا غيجي وحد كنيان تخدم مع خدمة انا خدر انت عبطر مش مشكيه اه وما سيدي كيقولوك اللا علاش باش منا نجدش نخدم اللي يخدم صارتون ديكتور يعني كيقولوك اسيديو صارت سيسير فعال كنقولي مينكاش انا سيدرك يخلصني مينكاش تنين قولي اللا المهم هادي دبا عامين فمانتم ديس الناس محسنا عبرها هادي مونا واشا تماني نمي هنا انا سناني استشوية خيبة كيقولي يكلمة طي كلمة مهم دباش ولو ديري لي واحدة ربعة ولي كل مره ما قلية واحدة كيجيبوه لي معمار الجمعة باش نديوه الدعاوي الزين للوالدينا مهم كعيروهم اللي نمي عيرونا اخر مرات تنقرت مع واحد فرخة ما تنقرنا قدام الشاك قدام الباطرون تقول لك كل شي كي يدوي وولا الباطرون كيسكت فيهم تقول لبارح تجدني السيدعة مشي كلكوميسارية يمكنك السيدة عندك مش كينا هات السيد يقول لك انا ما نزيد اشنو كينا دبا انا مقاد ناس وليش كنشوف المشاكين واش مش ندير ندير شي دعوان ندعطان وخبلاتي ومن هاديك الشيكاية اللي جاتك السيدعة دياله من عند السرطة اشنو الموضوع دياله نيزة هاضرة تسبو الشتم ولا شنو تسبو الشتم تسبو الش انت تعيرتي وتما عيرت والناس يدي ذكي 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 خريني مع ذكي ثلاثة الخرين مشاهدي ليه انا قبل ما قولي يشكون الشود قلت لي هفلان وفلان وفلان هاد الناس سراني هما في اللقابة انا ما قايش بغي سيدين خلال اللقابة معهم وكي انت عندك الباطرون كما قلت تهو شاهد ودبا المشكين الباطرون هلا كي قد عيد ما عرش وما كيشي واحد يقدر يشهد لك انت والله ما عرش انا قدر نشوف مع الباطرون ونشوف مع الشخص حيث انت حيث هما عندهم شهود خصك تتشهود انا ما كان شهود الكفة دياله ما يريد غي ترجح غي يستمع هادك انا اصلا هادك شهود انا ادي معهم مشكين ايو خصك تجرح فيهم بانه وراكين ولكن حتى بغا تبتش ما عندك شي وسيلة يعني ما كيش دعوة بيناتكم ما كيش حاجة اللي باش تبت بان هاد الناس را عندك عاهم خيصان مش نجيلهم بالتليفون انا قدر نديرها لهم علاش فتا اراك نقول بان كنت مديت لحدهم بعدما هوا مشكين كانت مديت يلوح لي كلمة واعا اراك عارفنا فمت 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 انا انا رجيكين تكشفهم شين كترداب اكشفهم شين ندير مقام نفعل سيد الوكيل ديالجالات المالكة اي عندك حق يدير شكاية اي مواطنين عندو الحق الى تم الاعتداء عني عندو الحق يدير شكاية لسيد وكيل مالكة وشودك قضايا مباشرة ولكن هاد الشيكاية اللي غتدير وشكين شهود اللي غيتبتولك هاد الوقائة اللي غتتدلي بها لسيد وكيل مالك نور مال مو كل شي فراشي ايوه رخصك بعدها تهيئ هاد الشيكاية شوف بانه وشكين شي واحد اللي في جنبك اللي غي يشدليك اما لقدرتي الشيكاية ومشيتو عند وكيل مالك والاخرين غين قول يقولك سمحنا معمرنا سيد يسبيناك معمرنا عيرناك فكلامك فم وجد كلام ديالهم نشوف على الفاترون موهما دول يعني يخصك تتفكر هاد الشيكاية انت فعل جليل وكيل احسن 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 مباشرة عن سيد وكيل الملك مباشرة قبل ما اسمت تعالي واحد اشارة فقط يعني بالنسبة العمل النقابي هو عمل حر يعني انه اي عامل بغي ينضاوي تحت اي نقابة راه منحق ينضاوي لما انضواج بغي يضرب راه منحق يضرب وربما كان مفهوم خاطئ مفهوم النقابة مستمعنا لا امام عالا ولا ضدنا لا انا عندي استقلالية في القرار انا كنشوف بانني مصالح ديالي كلها مثلا وخاكيكون واحد نوع من تضامن في العمل النقابي لان عمل النقابي مطلبي ولكن كتبقى هي الحرية الاختيار انضمو لما انضمش باش باش امينو اللي عردا السب والشتم والخيانة والتيهام بجميع المكايل اللي رواعته شغيقول فهالامور ما مخصرش نفكره انسان خلي ما بغي ينبغي يدير اضراب ما بغي يدخل النقابة ما بغي ينضاوي تحقوه كيف تخلق مشاكل بدشكلا هاي اولا اطورات كانت مسائلة عادية جدا ولا تخلق شرحي ولا شكايات فالامور ما كيعرفش انسان العواقب دياله ليلة الله ناخدهه مع نسي محمد ميرراشيدية مرحبا بيك سيدي محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا سيدي مرحبا سيدي سيدي مرحبا سيدي سيدي العفو سيدي مرحبا وصل الله فإذا كنت اكتريت شهر تنية اللي فات كنت كريت طموبيل دايالوكاسيون ايا بش نجيب موالين الدرم من السيدي قاتم من الرشيد يلا لسيدي قاتم ايا وقاتلي حادثة تسير فعملات خنيفرة فترك وضرة دك شديره قانوني عيد عالجون دارم الدرك بك شيدر ودك شيرون قانوني ما كان شعنديش مشكلات سرعة ولا تسكر ولا كان ذك شير جليفاج شعره ما مهم ملتو موضي لعيته حصير بلاس أه على حساب المشكلة ليا الحديث ويبتوه وعطيته شيء شاك خاوي ولا لا هذا هو الإشكالة السبيل نعم متفعلك الشاك نعم عطيته شيء خاوي بسني لأنه دي جاكنت كان كرياك داعا يعني كان لك شيء كي دل السلامات ما كناش كمم نواضيك على الحديثة والحمد لله قامل لحضر السلامة نعم ولمهي معي طعب سيد جي بكر ومحضر لي دارو الجنبار مش ديته وريق قديري معندي تهم وشكل رجعت عن السيد قلت لو ادي للتنوبيل كانت رغت تصاوب بمليون مليون اونس مش كمانيانا نتقاتل نتعاون معك كانت عاجة من غير هاد الشيرة كان عندك تأمين قال لي وخا نعم مشاتل تشهور هكذاك تقريبا صوناعي ليا قلت لو ادي للتنوبيل رغت تصاوبة في كلاتة المليون اونس مهم اعطاك هادك لا فاكتور ولا لا فاكتور دبعا هو لا فاكتور السادي لاننبعد ما تقولك وديك والله اعلم كلك يتلع باقي السألة لي فاكتور لانه هو ما صاروش طموبيل عند داسية بالضرد لا غير ما نذكروش لاخليك الشركة صوبة عند واحدة اخر ما صوباش يعني فلا ميزون صوبة في غاراج صوبة عن طولوري عادي اعطاع ذاك شي فاكتور لحد يانا ما زال مشتهمش لاشكالة او الساد الشيك ولا اعطاع المحامي المحامي اي طبيعة بلا ما نوصل بلا ما نوصل المحامي الواكل المالك صوف كي تدير نتوسي يتسوي الوضايات ديالكم شو تفهم مش حل تعطيه وانا الاتعاب ديالي تتفهموا وعطيوه الاتعاب ديالي دبعا غير بوطن عرفو السادية قانونية شوك الاسف انا كنقول هالاسف هو يعني مسألة الشيك مخصص تعطاه على بياد لانه كي تعطى الشيكات على بياد وما كيعرفش الانسان شون يوقع فهدا نوع من الضمان انك تلبوه هاد يعني سيارة التأجير لاسف انه غير قانوني كنقولها واجراء غير قانوني انه يطلب منك كضمان الشيك على سبيل الضمان باعتبار ان الشيك هو وسيلة للأداء وليس وسيل الاعتمال وهدا نوع من الابتزاز بين القوسين انك يقدر يوقع وما تبغوا يحافظوا عن نفسهم طبيب الحالة وحفاظ على ما يملكون بعتبر انه مثلا السيارة يقدر تسراق يقدر مثلا يوقع لها اضرار معينة يقدر تحيد منها شي حاجة يقدر بزاف الاشياء يقدر توقع هذا كانت فهمت المسألة دي ولكن ما يمكنش نحافظ على شيء ديالي بشيء اخر لغير قانوني بعتبر انه ان الشيك على سبيل الضمان او الشيك فارغ من اي بيانات فقط فيه التوقيع ديال الصاحب او المكتري ديال هذيك السيارة فهذا قانونيا ممنوع ومرفوض ولكن الاسف انه بالنسبة النيابة العامة من اللي تدفع عندها الشيك وكيسول يقولك واش هات الشيك راه ديالك واش التوقع ديالك واش نهار اعطيتي الشيك واش كانت عندك مؤونة او ما كانش عندك تقول لا فبتالي ان كل عناصر التكوينية ديال الجنحة ديال اصدار شيك بيديو مؤونة تكون قائمة بالنسبة لها تكون متابعة امام المحكمة تحضر امام المحكمة مطابعة الحالي لما اديتيش كيتم الاعتقال ديالك وتحال في حالة اعتقالي لما اديتيك تحال في حالة صراح ومحكمة تحكم عليك كذلك بالغرامة ديال الشيك فهاد الامور بالاسف هي يعني اكتبة العكس بانه متلا تعطى الشيك وخارج الاجل ديال 20 يوم ومتلا تدفع من خالي خارج ذاك الاجل لمحدد ديال الدفع ديال الشيك بالحال اللي كان في نفس المدينة عاش ممكن ان الاخر كذلك انه يعاقب باعتبال انه قابل الشيك على سبيل الضمان لكن هما كلهم تحمي نفسهم تاخدوه على بياض مفيش المبلغ ومفيش وان كان غد تطالب انت بخبرة على اساس بانه راه ماشي الحروف ماشي انتالي كاتبها ولا الخط ماشي ديالك وهذا ولكن الاسف توقع ولي مهم فالمسألة كله لانه الوكيل مباشر يقولك توقع ديالك لما ديالك لا نكرت التوقع اياه تقدر يدري الخبرة وهذه ولكن لقلت التوقع لديالي التوقع ولكن الكسبة ماشي ديالي ما كيهموش الامر باعتبال انه يقدر يملؤوا واحد اخر بمبلغ معين ولكن خسنا رأيي شخصي وهذا التجاخ سكون ديال المحاكم انها تشوف الامر شو موليتو شو فوش فنية الظروف لتعطاه فيها الشيك والدليء انه انسا كيكون مضطر هو غيجيب مثلا عائلته ولا غديمشي مثلا عنده واحد غرض معين وغيضطر باش يخلي الشيك ماذا كضامان باش يحصل على هذيك وكلهم بيدون يستثناء اعتقد كين استثناء بسيط جدا ولكن كل سيارة تأجير كلهم تيخذوا بنسبة طريقة هذي وهالناس عارفينها ماشي ما عارفينها احتوى يقول كين انا عارف هذ الشيك رواقع وكلنا عنديش ما عنديش اتباتات باش اني نتابع الاخرة وانا عنده شيك تدفع كنت سالول الفلوس او غير ذلك فابتالي فممكن انك الاقل انك تطالب بخبرة يعني مثلا خبرة تقنية تشوف مثلا خبير في السيارات اللي ممكن انه يحدد القيمة الحقيقية دى الاضرار مثلا يمشي عين السيارات تنتذب خبير عن طريق المحكمة وكده بتصلحات والطلحات ممكن يعرف شنا هو الممكن الله اعلم ممكن كنقوله لكن ممكن لانه ممكن يشوف الصور مثلا السوات حديثة يشوف نوم الاشياء اللي اتزادت للتعاوضات مثلا مش حالك الدير هذي هذي البارشوك ولا هذي هذي حالك الدير ثمان ديال وكيجير واحد الثمان تقريبي فعشر الف درهم مشيه ثلاثين اف درهم او ثلاثين اف درهم فبتالي غيكون على الاقل واحد مبلغ قريب جدا وبتالي يقدر يتفاوض مع فاد الاطار هذا اما الشاكر سويت اده للأسف للأسف ناخدو معنا السي عبد المالك من ميدلت مرحبا بيك السي عبد المالك مرحبا بيك سيدي تسدل السيدي نعم سيدي انا جيت كريت واحد تكناه ولكن ما كريتان على صحاب المالك من عند مش كريتيا كريتان عن تخصبين ممهم وعند الادن باش تكريليك لا ما عفتان انا مهم انا ما عفتاش انا احتاج ايضا اده كرام خوتي قد لكناه اللي كلم لك الدار قد لانا اللي كلم لك الدار اياه يدون حسنية زيد انا ما قد لما اعتطني لطواسم لوانو مادرتش معها العقد مادرت لا عقد لوانو والوقيتا ديانا سنين هادي وانا كري عندها كان خلصا واحد ووقيتا وهم ايشي تحر الملك من الزذائر اياه ودالوا لي الاحتلال لا ما انا محتلم هنا اياه ما اقلوا لي انا مكر انا مكرناش ليك اوه مكراش ليه وانت انا هين فلس نواد الاحتلال الاحتلال هو انك ما عندك شي ما عندك شي صيفة قانونية دا والاحتلال ما عندك صيفة قانونية معنا ما كاش عقد ديال الكرة اللي كتبت العلاقة الكرائية بينك وبين هاديك السيدة ما عندكش وصولة ديال الكرة اللي كتبت بانك تؤدي الواجبة الكرائية انت السنين وانتقى هالسمة وكتخلص كما تيقولو يعني نقدا يعني بالفلوس بلا 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 تيش وثيقة فهذا امور كلها صعب جدا تتبت العكس ممكن طلب شهود يعني مثلا اشهادات او افادات بانه را كنت ساكن هاد المدة وكتأدي الات السيدة او هي يعني تؤكد بانك انتهيلك راتليك وكتأدي لي هالواجب الكرائية هنا ممكن يتحيي هذا الاحتلال ولكن الى ما كانش هاد المعطايات ما كانش واحد يغيش هادليك هي تنكرك كما يقال ما تبقاش عقل اهليك هنا قوسين ما تقولك انا ما كريد لك موالو فبتالي الناس اللي جاءوا وتبتوا لملكية ديالهم بانهم ولي ملكي العقارن طبعا هاد يترضوك عن تاريخ القضاء السعجالي وغتكون يعني محتل بالفعل بدون حقين ولا سند لا الى الله شكرا جزيلا لك دكتور سعيد ولا ولا اكيد لا يحضر الانسان بجهلية القانون احتلت حيلة الاخرى كنت حيلت عليه عنده الحق يطال بتعويض يا عم من بعد لان لو يتحيلت لي كتدعي بانك تملك العقارن اتعارفش كتدير للاسف شكرا جزيلا لك دكتور سعيد مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم انا وسلام ومرحمة بالجميع عبر القاملات في مفتوحة يمكنكم تواصل معنا صفر خمسة اتنين وعشرين ستا وربعين اتنين وسبعين خمسين اولا واحد وخمسين اولا اتنين وخمسين ايضا مكلكم تواصل معنا مستمعين عبر الاسمسكية تكون مادام او ديخل وفراغ وصفت سؤالت لكم خمسين ثمانين تمنا رسالة السديل دراما احتساب الرسوم قد يمشو ناخدو معنا السناجيب من طنجة برحبب بيك السناجيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لاحظك عندي سؤال ترحول الا استدد تفدى لك السعوك خصوص لويد الله يرحمو كان في قطاع التعليم توفى هذه ستنين تقريبا وقبل ما يتوصل التقعود ديالو بشهرين يعني كان توفى نعم قبل ما يوصل التقعود بشهرين توفى الله يرحمو نعم الحدسة عامة توصناش ذي لطايم زانيتي يعني الوالدة ما توصوتش ذي لطايم زانيتي معلش ما مادرتوش الطلاب ما مشيتوش للإدارة ما سولتوش مادرتوش لا لا عمنا الطلاب ومشينا المركز اللي كان في تنجة عندما في تنجة نعم نعم بالصراحة الناس اللي في الماء يعني كانوا كيتمطلوب يعني عمل عملية جراحية ايه يعني ديك لطايم اللي كانت توصل فيها الوالدة ممكنش يتوصل فيها علش ما توصل يعني العملية جراحية فانتي كانت اللي خلت وقحت حاجة تمشي ديك لطايم ما تتوصلش فيها الوالدة بجير باش نفهم زيان يعني خسني معطيات باش نجاوبك داب الوالد اللي حمو كان در عملية جراحية ولا اطر هاد العملية جراحية توفى يعني انتوما اش طلبتو قبل يعني تكلفات بكم الدولة هما اللي الدول مصاريف ديال العملية والدول مصاريف ديال المستشفى الى غير ذلك او لا؟ ممكن هاد الابخيزة معربية ولكن الابخيزة انشارش كالدار باش انه كل مصاريف كلها المتعلقة بالاستشفى كلها كتكلف بها الدولة تأمين لا تأمين لا تأمين التعليم تأمين التعليم خاصة ما هو الطالب؟ ما فهمت شنو اللي بغتي تطلب مني؟ نجاوبك علي انا هاد شي عرفته وفهمته ولكن شنو اللي بغتي تطلب مني انا؟ هو عادة يعني فهمتين المعلمة الاسترين يتقاد كيأتي واحد الابخيزة لاميتويل واش كتدويع لا لا زي ما تأمين ربما ذاك التأميلك يكون لانه في حالة الوفاة فلاسويلونسوش كتعمر ذاك البلوش يغلو لاني في حالة الوفاة شكو اللي يرجع لهم داوي الحقوق او كيستفدو من واحد المبلغ معين ماشي كلش انك لانه كان كيوقع بان المستفيد للزوجة او الاولاد او الام او غير ذلك هادك التأمين خاصة للحياة لكن ربما اللي يتسأل علي الاخ بقى معان الله يخلك ما تقطع شيئك ربما نحتاجه شي معطا اللي يتسأل علي الاخ هو انه بحل العزو بين قوسين يعني هادك التعويض وانما واحد الملحة تتعطى يعني الشخصي كتوفى مثلا كتعطي للناس هادك التعويض بحل نوع من مصاريف الجنازة كتسمى هادك كتتعطى هاده مطبيط حال كتتعطى ولكن اللي ربما كيسوا وغيرت اكد ليه واش انه مثلا تاخد تقاعد الاسمي كتاخد نسبة باعتبار انها زوجة ارمالة كتاخد هادك يعني الاراتب يعني الزمانة او ديال الشيخ وغبينة قوسين اللي كتوفى الشخص كتولي ارمالة كتاخد واحد مبلغ معين كتقاد تخلص هي كتاخد فلاصة الزوجة كتاب تأتي فلاصة النساس لا احتف تعليم ما شيف تعليم؟ تعليم 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 فتح حضودية واشنو السبب اللي قالوا لكم انتما مرداش الحق ولاشنو طبيت اوستاد انا اتصلت اتصلت الكازة يعني ديت ان امرا ديهم من الانترنت اتصلت بهم واش رحت لهم مشكل عشنو قالوا لك السبب ولكم مهم بدوك تقولوا لي يعني فانت يعود تصل يعني ما قالوش كلها ما ماشي من الحق الواليدة اخر المطاف اخر المطاف يعني ما بقيت كانت ضغط عليهم قالوا لي بانا تخلفو في الاسماء يعني كان واحد شخص عنو ناس يعني نصد ناس الاصل وكني سميه ماشي هذيك وقعلو محل الخطأ موردي كشيت تفصت عشرالاف درهم ديال العزو العزو ايه ودبل الام ديال كتاخد هذك الراتب ديالها من من تعارب العراطي ديال العادي يعني التقاعد تقاعد ايه كتاخدو كتاخدو ولكن لابرين ديال الاميتيو متوصلش بها الحد الساعة ولكن ده بقيت هي عشان ادري متوصلتي بها هذيك ديال العزو ديال العزو وكنش حاجة فراش يتعويد اخر تعمى مخصد جيمعة واحد تلتين الف درهم كانت ديال الاميتيو لحسان ما كي يعني ندر التليفون عاود تسايفت لهم رسالة مضمونة مع الاشعار بتعوصل تطلب منهم هاد النوع توقي هاد المبلغ هذا ايلا ما كانوش هاد سايفت ليهم عن طريق مفوض قضائي توصلوا يعني عن طريق المحكامة ودك ساهم بعد ممكن تطالب عن طريق المحكامة بااداء هذك المبلغ إلا ما بغوش تدخلهم في الدعوة وتأخدوا المبلغي إن شاء الله وكنت تدير هاد إجراءات القانونية باش أن المحكامات تقول بأنك انضرت فيهم وركت طلبت منهم قانونيا عن طريق انضار وعطيتهم مهلة باش أنهم يؤديوا لك هذا المبلغ إلا ما بغوش ديك الساعة مباشرة تدوز للدعوة وكنت تقدر عملتش في طانجيا أو لا أخذني في كازا للأسف إنه إلا كان تم مركز راه ممكن يتقبل يعني كين واحد نوع من تساهل بين قوسين في المحكامة لأنه خسك المركز الشي معي في الدار البيضة خسك ترفع دعوة في المركز ديال الدار البيضة ولكن ممكن يكون تجاوز باعتبر أنه ممكن تديروها تمه وتبلغوها دك المركز اللي كان تمه في طانجيا إن شاء الله نعم مركز الشي هوي ناخدو معنا السحمد من بن قرير مرحبا بيك السحمد شير معلكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الميسر ديك أنا عندي لا كيس وده النمرة ديال لا كيس با عطلية وعندي واحد وشتين سانة وتنسوه التانعية في هاد ليضارة ديال صندوق الدمالج ديال ما هاني في القارب ولي ودين لما عدنش وعندي 799 مقطة لا والك غاتمشي غتعطي معي الاسم ديالك غيجي بدورك السمية ديالك وعطي كل الرقم ديالك سهلا علش ما يعطيبش عطيتم الكار ديالي عطيتم الاسم ديالي وغلي كل ما طلعش عدنية في البيسي قدر ميكونش الميزاجو يعني التحيين ديال المعطيات مدم انك انت يعني مون خارط وديتي يعني هالمساهمات فوقتها وادها المشغيل ديالك فاقسك تستافدعي ربما يوقع معارش كيفاش انهم يمكنش يطلع في الوظيناتور دياله كنت نتخلص في السطات وكنت نتخلص في الدار بيضا واجل الضر بيضا حسن اجل الضر بيضا حسن وما منقش نعطيكش اسم معين ولكن إلا بقيت معانا تاخد تليفون ديال ونعطيك اسم شخص معين ليقدر يساعدك فلاسة ناساتش مشي عندهم ويساعدك لان كان عارف هات الشخص شخصيا كان عارفوه ونسان خادوم تقوم بخدمات المواطنين فما نعطيكش اسم دياله مطابعة عن الاتير ولكن خليل تليفون ديالك نعطيك ببعد هذا ونصير عنده غديساعده غديساعده غديقلب لك يعنيه ويلقى ضروري ما يلقى لك يعني الرقم ديالك بإذن الله يبقى معانا سيحمد غن توقفو الحدام مع اقتراح اوزانا لكم جديد مستمعين الكرام عالمات غاديو مازال مواصن ومازال مستمعين معكم دائما برنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور سعيد ناوي ولبقى أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لذا محكمة النقضة مازال مواصن ومازال مستمعين معكم مستمعين سنرحبوا بالجميع وغديمشي ناخده معنا للا نعيمة ملقنطرة مرحبا بيك للا مرحبا للا نعيمة سفدلي انت الخير لله مرحبا للا مرحبا مرحبا للا الله يخليك بغيت واحدة استشارة قانونية مع الاسبتد مرحبا للا الله يخليك بغيت نعرف واش للكون تخذ باي يكون عندها مصداقية ويتحتار مودو كلوذ لي كيكونو فيها واش في نظاركم الله يخليكم من الاحسن نديروها عليك النوتير ولا لأيد المحامي واش ممكن بعدها باش المحامي يقدر يتكلف بحل هاد المسائل ولا النوتار صورتو كنسرنون الاسمية والديلي اللي تنديرو لدورة ديال الكنترات حت لابتبار ديطو ما تايي الكاريمة إلا ريسبيكت طوما والبروبياتر ما عندو حتش يوطو يتعليه باش نكون معك صريح ان اي شخص ممكن يكتب عقد الكيرا اي شخص يعني مثلا كيكتب العقود عندو الحق يكتب هاد العقود ديال الكيرا النوتار ولا المحامي اطيتيني كمثال انا كنفضل المحامي علاش اللي كنقول المحامي وغنفسر علاش لان المحامي كيتعرضو امامو مجموعة من القضايا خاصة في النزاعات ديال الكيرا وكيعرف المشاكل اللي قدرت توقع مستقبلا وبتالي كيحاول انه يتجاوزها في هاداك العقد كيدير شروط معينة باش ان يتوقع وحد الخلاف او وحد النزاع اللي غديوقع مستقبلا هدي من جهة تانيا بالنسبة يعني المدة المدة يعني بالنسبة الكيرا المحلات السكنية او المهنية لأسف انها غير مشروطة بمدة وان كين واحد اجتياد قضائي يعني يعني استثنائي بين القوسي اللي كان صدر واحد فينا معينة اللي كعتبر ان العقد شريعتم وتعاقيد وكان اجتهاد واعتبروا بان المدة الى انتهت من طبيب الحل كين انتهي عقد الكيرا ولكن هذا مخالف القانون لان القانون حدد الاسباب ديال الافراغ اللي محددة ومعروفة مثلا مثلا كمثال ما نقولش كل شيء ولكن المثال هو مثلا عدم اداء الكيرا مثلا هذا سبب الاسباب ديال الافراغ لانه نوع من طماطون مكيقديشه وهذا التزام اللي كيكون انه مترتب عنه مختضى العقد وما كتيقديش هاداك الواجبة الكيرائية داخل اجل المتعاقد عليه او المنصوص عليه في العقد وبعد انداره وما تيقديش داخل المهن اللي تعطاته تيتعتبر متماطر يعني بتيفراغ دياله كين مثلا بنسبة لمحلات التجارية كلمة انه القانون حدد بانه المحل الى دستعلي سنتين يعني يقول لا الكيراء دياله سنتين يكتسب التاجر صفة المحل التجاري كلي هادا كرا محل التجاري وعندو الحق يفوتو الى كان عقدي لما كانش عقد ربعا سنوات كعندو الحق يبيعو الغير كيو اللي عندو ما يسمى بالكيراء التجاري يعني عندو الحق يبيعو الاسل التجاري كين انه ممكن تدير المده اللي كيعرفها قليل انه تقدر ما تتوصلش لهديك سنتين وكيولي العقد شريع المتعاقدين طيب الحال وما كيخدعش الظاهر دي 24 مائة 55 ولكن تيخدع الظاهر دي المحدد دي المحلات السكنين باعتبار انها دروح الدباجة بان المحل او المقتللات يعني او العقود اللي ما كيسترش عليها قانون معين خاص فهاد القانون هو اللي كيستر عليها وبتالي انه ممكن يتم افراغ دياله لان المده كملات اما الدار 18 شهر او الدار 20 شهر موي ما توصلش سنتين فهادوه رأيي انه بغيتي يعني تديري يعني تاخذي احتمل الانترنت هدك يعني كي بقالك اندوه لكن كما قلتي اذا بغيتي تتحدد شروط معينة ويكون بوحد الصيغة يعني خاصة ان المحاكم كلها اغلبها يعني كتطلب يعني وين كان هذا في اطار القانون ديال المغربة والتعريب الى غير ذلك لانه كنص على لغة التقاة ديال اللغة العربية وبتالي ان المحامون يتقونوا اللغة العربية جلهم يتقونوا اللغة العربية مش يكونوا و لكن جل دير 지난 اوله كان المفرناسين كتبواها باللغة الفرنسية ولكن يكون لكان العقد باللغة العربيةية يكون انه واضح بخلاف ان مثلا السادة الموتقون تكتبوها باللغة الفرنسية الان ال لا كيف يرد عالم قانون يتقتبها باللغة العربية اذا طالبا منهم عني الاطراف يكتبوها باللغة العربية ولكن تكون انها فقط يعني نوع من الترجمة الحرفية لهذاك النصوص ولكن نسبة المحامون كيكون عندهم نصوص جاهزة ويقدر انه يصيغ نصوص وعقود وخاصة انه اذا كان انه محامي عنه تجربة معينة. نعم. ناخدو معنا لليلة بدا البيضة. مرحبا بيك يا للا. وعليكم السلام مدام. عليكم السلام وحمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بيك يا للا. شكرا لك. مرحبا لله. مرحبا لله. مرحبا لله. مرحبا لله. مرحبا. اعتقد احكي لك الشكاية. من البداية. من البداية. الى النهاية. مرحبا لله. مرحبا لله. تفضلي. عافت ماما كانت من عندها الاراضي السلالية. ايه. قالو كانوا في بسكرة. قالو ساشدت ماما من الاستفادة اللولى صوبنا له دوسية. مرحبا. وهذك السلطات المحلية كانوا فاردين علينا فارد. انه واحد هو اللي نوضع له الوراة كلهم. كيكون هذا اختيار نعم. ايا كملي. ما كانش اختيار استاذ كان فارد علينا هذك القاحل. كيقولك اتفاقتها فكنت وما تنوبوا عليكم شي واحد باش يكون المخاطب. ايا فهمت كملي. ايه. بشي كل شي يمشي. قالو عملنا الاخذ يعني وكالة على الود ماما. مهم. انشاء قالو جهت الاستفادة وكل الفلس عنده فلو كونت. مضغاش يعطيه ما مجلو. اهو بقينا كنحاولو معه شوية شوية جبنا الحباب بحال وجهك. مهم. تاسي بالاخر ويكتب لي علوشك. على العلم انه هاد دوسي تاحد الابدالولا كانت تتعجوش دفعات. مهم. الوغ مني دار بحالة كانشي تان عندي قائد. حكيت ليه. فدابن تخصك نصف ماما. مهم. الوغ هو يكتب واحد البرقية وقال يديها او ما بخطر للغابة. باش يتعود ماما كتاخد الفلوس ديريكت من الابوست. يمشي ولها سميتها. مهم. ودفعات الثانية جاءت تسميت ماما. مهم. الوغ فل هنا مكيت مشكيس. مهم. او قلق الارب الثانية عود الثاني مشيت عند القائد قال يلا. صوت هو اللي ياخد الوكالة. صوت ديركش فتيش ندار في المرة اللولة على العلم ان هاد الاخ ديال يدري ويش ودريف. ايو كان الفلوس ملك يدخلو الانسان شي كيحبهم لي الله في قلبوه شي كيحبهم لي يجيبوه. مهم. او او الثاني صوتنا الوكالة هادا خطأ قدرنا هتعلن. ان انا ما ما تحريتش معرفتش. مهم. كل سنة القائد مني قال يدريلي هوكالة ندريلي وكالة. افكتيب موضت الوكالة. مهم. جاءوا الفلوس ما بغاش يعطون الماما. عود ثاني جبنا الحباب والبحاب والو. شنو تيقول شنو تيقول ادو ديولي. اه قالت ديولي ما بقيتش نعطيها خسنين عرف الفلوس الوالة فينشا. فين مشاو هادا حجة. اه حجة هو داها. نعم. يقول له هادو قطلوش هم تفرقهم تعطيهم. على العيم ان ماما كانت في قواها العقلية. نعم. وما مني صدمت المرة الثانية وشافت جاء الزينة. بسكينا. وحنا ضمنا. نعم. مهم. بس كينا سودي. كانت انساني بخي سودي. نعم. ارغالك الخوط ما عادي نشو المحتام غا نتمنى. سنينة. المادة اللي فرقت. لأسف. نعم. 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 انا ربما هو بقي طيب وفنك نهضره معها. ما كان لاخي طام لور. ولكن ما كيش واحد واحد الصيغة اخرى ممكن تقترحوا عليه. ما خلينا. انا ما عارت واش درتوها لما درتوها اعتبروا بانه هادكراها ملكم للجامع. بعتبار لويدة مسكينا الان انها اصبحت في غير كامل القوى العقلية ديالها. مهم. الله يشافيها مسكينا. ممكن تعتبروا مثلا ياخدوا الحق دياله وانتم ما تاخدوا الحق الباقي. ما خلينا. ما بغاش. ما بغاش. شوف. قلنا له شوف. اعتبر ماما تنفسك. هاد شي ما بغيش نقوله. الله يحفظها. نعم. ما علش. ما هذي انسان اللي حتلى الله في قلبه. نعم. قلت لنا له شوف. خد مصيب ديالك. ما بغاش. قلنا له شوف. خليهم عندكم اصرف على ماما. مثلا اي دوى ديالهات. اي اهات. حظم انسايا كل شهر اعطينا واحد لاستو نكتبها كتاب يا نصفتها لها لكم. وانا اللي انا مكلفة بها. هادو الخوط اللي تيدوا. نعم. نجيبه لك الفاكتور نجيبه لكل شي. على العلم اننا ما كانش عندنا هاد شي في العائلة. نعم. سكفلو الشوك ده باش يخوت. ولو كي هدروا معه شي يخوت فاكستيو. وانيش خسرتو بالضبط هاد الاخ هاد هو اللي كلفته باش يخلوني. هاد الاخ هو. كبير اول كبير. لا مش الكبير. هاد هو هاد ولد ماما. وهو تفيد من هديك الاراضي السلالية. على العلم ان ماما هاد الاراضي السلالية اللي منا رجل هاللول. مشي من ناحية. يعني ما كان بغيش هاد الكلمة. خخكم من ماماكم. هاش قلتي ولد ماما هديك بصح منا. لو ما تقولي خويا من ماما لانه ولد ماما. ليه بأسف. نعم. نعم. واخر ما كانت عندنا هادا. فعلي كنت كبير مني. وعليتي حالا كيني نخوت لي ماشي شقاق وكي يحلنوا على بعضيات ونكسر من شقاق زي مارا ماشي معيار. اه بصح. شهر. نعم. شنو الاجراءات ليداتو. شهر شهر ثاني العام الليول ما متقاض غافات. مادتهش واحد محاولة أخرى? هادك القيد اللي فتاو عليكم هاد الافتوة. ايه. 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 اقنا له شوف انتابة ثابة الغابة. غابة منه شي تحكيك ليه حون فيه وزارة داخلي الى داخليات. داخلي نعم. ايا في الحي الرياض. احه. احه. قالوا لي بحسنية ومعير ربما ما كانش عارفه صافي بحسنية افتهد هاد الفتواء ما كانش كيعرف يعني العواقب او الاثار ديالها والدليل انهم تانع ده باش يؤدي لأم ديالك يؤدي للحق ديال واخا كمري فين مشيت تاني اوه سيدي شوف قاعد البيبان طرقناهم طرقنا بحل وشهد بقاعد القضاء هو اللي بقاعد عدنا واحد بخوية كبير لقال لينا موتوا موتوا من كده بشيك لان هادك هو الاخلي في السباب اللي احمو نعم كيفي وما تسمتش لي ببقاش كي يدوي معه هادك الاخ قال لي تتفيت القضاء بس تعامو زيادة تتفيت القضاء تشيك نعرف رفعته الدعوة امشينا عند المحامي دابا محامي دار الازراءاتية ولو اخا ما كانت تنشن في هذا المجال نعم فيسكنوا رسالة اللولة على الان المخوية معنا في الدارة قالت معنا هذا نعم توصل بالرسالة ما توصلش بها نعم توصل بالرسالة وخداها وتوصل بالرسالة الثانية من عند العون القضاء يعني كم كوا دازل الدعوة لما اجبتيش الفلوس 20 كات اخر اممم اممم شوكايل وكيل مالك اكزاكت امممم دابا ان هادا وستوالجالي نعم ماما الوقت كيدوت والاعمار بيدي الله نعم وفلوس عنده سيد شادهم نعم بغيتين نعرف اش من الاجراء اللي اختنا نديروه وش كي نشي مستعرها هاتا قلت بيعجالية بأ هات قد بشي شكاية اللي عند وكيل مالك وباش نكون معك صريح بالنسبة المالكات اللي انك يبقى الانسان راه انسان لانه انا حضرت القضايا كثيرة جدا ما يسيكون فيها الاصول ولا الفروع كي اعتدوا الاصول اغلب السيدة الوكال الوكال المالك ما تتعاطفوش مع الشخص الاخر ما يتسامحوش يعني يقدر يعتقلو سيغلو الشو يعتقلو ويتحاكم في حال تعتقال لانا كنت عشت قضية معينة بشابية بهاد مسألة هدي سويد الوكال المالك لا بغاش يستعمع له ويقع وان كان عطاف الخريق يقول لي اشنوكين انت اني دار واحد الاعتدام واعين وهذا وهذا فكان غير متسهل معه لانه يعني لا العرف ولا ولا ديننا ولا التقنيت ديننا ولا هذا كتخلينا احنا يعني نعتادوا على من ربانا وكبرنا وصر علينا وهذا وهذا را ما تقدردش لي حتى واحد جزء بسيط جدا من ذلك يعني الدمعة اللي الدمعات الى مرتي ولا هدي فما بالو كأنك يعني تاخد فلوسها لرزقها اللي محتاجة الان هي مسكينها في حالة مرض ولي محتاجة الرعاية طبية وعارف غالي جدا وربما يقدر يجيحتها من خارج المغرب لانه كان بعض الادويل تحدم المرض وعين رعني باكي وحدك تساوي مبلغ كبير جدا فبسالي انه حرمانها من حقها منشي ان نطلبوا منه باش يساهم لان الحالة كتوقع فين باش يساهم معهم نا ولكن انا رزقها فانا اذا مشي تدرتي اعتبروا هدف يعني في الحسبان ديالكم انه ممكن يتم الاعتقال دياله ويتم المتابعة دياله في اعتقال خيانة الامانة ديال انه اتمنى على مبلغ معين على واحد يعني اجر معين للسيدة ديال الام دياله وخال الامانة ام تاني عباش يعطيها فانا لا درشي كاية اكيد يعني انا كنقول تسعي في المية يتم اعتقاله طبية الحال تزمنه غيمشي يتم الحز على الحساب البنكي دياله ولو يتم صرف هذا المبلغ لفائدة مطابعة حال المطابعة الحق المدني اللي غا تكون هي الام ديالك مطابعة حال غايت تنيب عليها شخص بعد مدى النيابة لانه الان هي غير قادرة انها تنوب عن نفسها ولكن يتم تعيين شخص اللي من طرف القاضي اللي غادي يباشر الحقوق ديالها ان شاء الله تعالى نعم لقى شي حاجة عندك هلا الله اه انا اللي ينكتب شي كاية ولا المحامي لا كل شي غا يدروا لك المحامي الاجراءات غا يدرك محامي مدى مبدأها غا يكمل لك الاجراءات ان شاء الله تعالى وليتحلى اللي ليلى يعني حاولوا مرة اخرى على العسالة وعلى اقلها مش عند البنس اقدر يحس بالاسم يتولي انه احتلى كان محامي اخر لغا ينوبه ما تنظنش انا في بعض انا كان نعترف عرف المحامون في هذه القضايا ما تيبغوش ينوبه في هذه القضايا لانا ما كيشوف ظلم معين احتلى الله عز وجل قالوا وَلَا تَكُنِ الْخَائِنَةَ خَصِيمَةَ فبالتالي انه انسان كتبلك انا شخصيا ما نقبلش بحال النوع من القضايا لانه هذا شخص ظالم حسب القوى دياله حسب الواقعي انه حرم الام دياله اللي في حالة مرضية خطيرة جدا ويحرمها من رزقها اللي اعطاه لها الله عز وجل هذا مش عقوق لانه حاجة تفوق العقوق هذا نوع كفر بالنعمة باعتبار انه حرم الام دياله فانا اعتقد لكان شي محامي اللي غادي يوطنه على الحق انه يقول لي هاتش درتيارة سيدرها ماشي معقول على الاقل لبغيت تخوض واحد المبلغ معين لك تعتبر نصيب ديالك في الام ديالك ماتنا قلت غي ياخدوه لها او هاتش درتيارة واعطيش الاخر باشي اداو هاتسيدرها هما بغني داويها ماشي بغني ياخدوه باشي نام اللي يتيحل اللي يفرج اللي يفرج اه اكتاد هاد اما كيش من غير السيقان فاسكوا وراء اه هاي وراء وراء الشيش كنقول لكم زعماء حاولوا معا الله يهدي الله يهدي زعماء وتكون واحد القرصة كيما تقول واحد القرصة وراء عزيزة عليه ماما بزا وراء عزيزة عليه سمحيلي لا سمحيلي الى كان الظاهر انا كنت في واحد المجمع معين وكان واحد السيد سول فاقيه معين كنا في واحد الحفل معين وسول فاقيه قل لي انا وكانت الامدي له مريضة عالفراش ومعنى انه ثلاث الخوت هو الثالث وثول هاد السؤال قال لي انا رأى ما كان قدرش نتصنع الحب الام ديالي ولكن انا رأى قلبي كيتقطع وكيرا ما انا عرفش نتلع عليها قال لي اخوتي اخرين يجيوا يتلعوا عليها ويبوسوها وهاديه وما الله يشافيك وططان وانا مستعد نعتك حياتي ولكن انا كنتقطع لي ما كان عرفش ندير ذاك الشيء ما كانتصنعه وما كان عرفش نديره واش انا نكشف القلب لانها تصنع شيء معين قدرنا تصنع حب لشخص اخر بطريقة او باخرى ولكن واش تعبير عليه فعلا صحيح الدليل انه كان قرينة قوية جدا لا تقبل اتبات العكس وهي انه حرمها من الرسم باش تداوى بها ماشي ما تعطيه الناس بغا تدورها مريضة وماشي هي لغا تداوي راسا غا يدويها ولادها فعالاقل تحرمها وتقولك عزيزة عليك لا يستقيم انا ما نقدخلش في قلبه مطبع لا اشقه على قلبه ولكن هذه كتبالية من الظاهر نحن ونحكم بالظاهر كما قال الرسول السلام الحكم بالظاهر كتشوف شخص ظاهريا ها هو ساركتول له الله سبحانه وتعالى ولكن ظاهريا لا يحبوها لا نقوش ليكرهه ولكن نرى شيء اكثر لانه السيدة ارى عدم تقديمته مساعدة الشخص في خطر بين هذا وهذا ممكن تغدث موت لقدر الله سبحانه وتعالى ممكن ادوية اللي تعاس وتعيد على واحد واعي المرض ما كيتعاش ممكن ايقاف التطور ممكن انك تساعدها فتف ترنتان مانع من الحق وتقولك عزيزة عليها سبحانه مدام انا ما نقرش هاد لا الى الله الله يهدي يعني ايش كدر في الخطر ما هشهد الفلوس اشو لو ديرين في نفس صراحة لانه وتشيول كاريسي كل مرة كتسمعه في المولتي كتشوفش مجمع دلخوت وراق الربية تشتس فاش كتجي تشوف علاش كتلقى على الورت والفلوس الورت والفلوس هادشي علاش حبسوا املاككم حبسوا املاككم حبسوا هزا مكتشل ديروا التحبيس باش يستفدو مبيعوش ينصدع ولا اذا كش اللي يصور الانسان يخسروا ولدته في حياته اصلاعن بما يخلش بنته من يزعب من بعد وعلى الفلسفات الحياة انسان يعني في حديث مقيش عقل من كان لوقوت يومه وامن في سر به وهذا الحمدلله فكان اشياء اللي بسيطة جدا تعيش سعادة كبيرة جدا الملايين الملايين كثيرة جدا ولكن ما عايش لنا وهذا كنوع من طمع يعني انشان كيفاش كيعيش في الحياة كيفاش كينظر الحياة تصوره الحياة هو اللي تخليه يعيش واحد نوع من الحياة اللي مستقيمه ماشي انه خصي يجمع جمع وكلي تقوم باشياء اللي مخالف القانون باش يجمع وحطره معينه وكيموت وكيخلى الاخرين وكيدوز مد وكيدوز مد وكيكون ويزره وعلي لا الى الله من رسول الله الله يزقنا القناة يا رب ورحت البالين ناخدو بعنا مكلامة اخرى لا ميلودة من وارزازات مرحبا بيكلالة ماذا؟ للا ميلوودة لا لم يزقنا للميودة الله يخليك في الراديو قيم في التليفون باش نسنعوكم مزيان مرحبا بيكلالة تفضلي انت بكلم مرحبا كنت اسمعو لكلالة تفضلي كنت عندي واحد مشكالي كنت سنين هذي ست سنين كان علي pronunciation عقدك 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 وديرك لك المحامين لا لا قبل ما نصلوا لمحامون قبل ما نصلوا لهم كيف عرجوا وريبوها لك باش ريبوها ريبوها اللي بنات ورجال دولهم باش ريبوها باش بيديهم بيديهم وهدل وشنية شي دار قصيرة ولا بنية مزيان بالطوب لا بنيت كانت دار ديال الطراب من دوره بالتابوت طراب هدي ديال الطراب وبنيت أنا بشي ما واحد لحيط بني بقليه الوالد بقليه الوالد بقليه الوالد ودرت أنا خيط موص قلت لانا ما ندخل شنفرشن عقوتي وعرجوا ريبوها لك ومعلاش وقلت لهم الباب ديال اهكا قلت لك بوي ريبو قلت نصع الزقة واقع أمشيط ينتي عند القيد ولا عند شيخ ولا هدا مشيط عنده قلت علي semiconductor جنة خ�면ي يمزد غبي 就تى ولد كتوفى اللهي علىikat ولقد توفى بلا champions لك و ايراد هاد الاردة هذه اللي انتي وارتا معهم مش حال انت وهي الميساحا submerقت ويالا انات ليس وارد هناك نبوس هاد ارادن لنا senate كتر لولاي و ش Lex و هادةจ Immer quinimchen حيث اللي بنتي انت داخل يعني في جا في الوسط بينك وبين أخوتك بيني وبينهم كانوا جوج بيبان درسلهم جوج بيبان باب ديالي تدخلوا منه بوحدي وباب هم تدخلوا منه بوحدي وعنك الحق تديري هذك الباب؟ هذك الباب عطاه لي الوالد لا واش اختير رخصة كان عندها باب واحدة عندي الحق واش اختير رخصة عطوك الرخصة بجدرتي ولا لا؟ إلا لك سامي من الوالد الوالد اللي فرقنينا عندي لنا الرخصة ديالي واندي كل شي تنشيطي ضروفية لا غي ما انتقول سلا يخليك لك انت عندك الرخصة عندك الحق تبني إلا ما بغاوش ساميتو غابش تديري شي كالوكيل المالك اللي غايتدخل لان هذا حق ديالك ارا داري شكاية عند وكيل المالك هم شكاية عندي عند وكيل المالك وفي نوصلوا عاد الشيك تنشيطي ضروفية كلهم تقول لهم راح حمق تقول لك حمق حمق خصوم يجيبو الشوهيرك تثبت بانك انت حمق مشيت الدوزتي في مراصة ممشيت مبعوش دوية واخا الناميلو دا شنا هو دا بالمشكيل دا بق ديال دا شنا هو شنا هو السؤالي انت يلا تنعود ريبو دا كسرين وحسرين يلا ريبو دا بدو ترين السبت والحد والكنين بتل الخميس اش من مدينة انت يا للا شم مدينة من ورزازات ورزازات ومتقمو الجديد وهذا شيء يقع مثلا في واضحة النهار وكان السلطان ما عارفش إلا كان عندك الحق طيبية الحال ما عنده مش الحق ما مجيبو الشيء قال لك تقول لهم حمقه واسميته وبات الدينة ديالنا هذا وكدلي بالوثائق ديالك بوثائق بانك انتي مالكة لهاديك الارض عندي الوثائق يعني هما جبتوش الرسمة بشرين هما وانتي عندك الرسم ديالك الرسم باش بيعنين الواليد بتعطوهم الامحكامة تعطوهم الرسم باش بيعنين الواليد والاخرين كينين هذا كررسامه كينين كينين عن كل واحد دياله ولد الرسم ديالك واخوضي هم من عند العدول سيرo عند العدول غخوضيهم ديال كالعدول دارني ناس لميتكم قمت مشي تليعت الد . لا غتمشي غتمشي هلاللا غتمشي الآلا غتمشي للا غتمشي الالمحكامة فين كين قسم ديال المصخة اني كين سخوه هادوك العقود وغاد ديري طالب يعني للسيد قادي التوتيق اللي غادي يعطيك الادن باش اعطيك نسخ او نظير من هادوك الرسوم وغاد ديهم سيد وكي الملك باش تولي الحقيقة ربما ان السيد وكي ما بنش لي يعني من خلال يعني الشيكاية ديالك او الوثائق اللي عندك ربما انها مكتبلش هادوك الحق ديالك شالشي قولك راما عندي ما نديرلك مثلا بينك قوسي انا ما عرفش الواقعي كلها ولكن ديري انتي هاد الخطوه هدي خودي هاد الشواهيد ودلي بيهم باش تبتيرها عندك الحق وحتى لك عندك انك تصميم ولا البلان اللي قلتي توديه اللي فوري وماتش كامل يعني انك كان شي ضرر عندك حق بشي تل اطار المدني باش تطلب يتعويض انتي قلتي ديري ثلاث المحامون را هربما تبارك الله ما شاء الله لك انت محامون را غادي غادي يرشدوك لعني المساطير اللي خصت دير باش باش حقك يتحفظي ان شاء الله ياكنا الناس وكينا بتسنفيق نشاء الله نخدم عن اخر مكالمة لساميرا مدال بيدا مرحبا بيك للا ساميرا مرحبا تصد لي للا للا ساميرا ساميرا للا ساميرا مرحبا بيك حول للا ساميرا مكتسمعناش مرسا اخرى مرحبا بيك اذا مكيناش معنا للا ساميرا ساميرا مرحبا بيك اذا مرحبا بيك دكتور سعيد للا يوم سعيدة ان شاء الله بإذن الله. شكرا لك وفاء فائز لرفقتنا اليوم في الاخراج وصابر فندا ايضا. نشكر سميحة في استقبال مكالمتكم. شكرا لكم اوفيئنا على حسن الاصغاء والمتابعة. عشية طيبة. كنتمنوها لكم على الادعاء القربة منكم مدغاديو دمتم في رعاية سلة. ارجعنا لكم جيد مستمعينا الكرام على مدغاديو برنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور سعيد ناوي ولوأستجامعي بجامعات الحسن الاول محامي بهيئة الدر البيضاء مقبولة ذا محكمة الناقضة. مازال مواصلين وواصلين معكم مستمعي الكرام في استقبالكم دائما عبر القانون الهاتفية نفتوحة سفر خمسة تنين وعشرين ناستاو ربعين تنين وسبعين خمسين اولا وخمسين اولا اتنين وخمسين ايضا مكلكم تواصلوا معنا مستمعينا عبر الاسمس كتابتكم اه مادام او الدخلو فراغ وصفتوا سؤال دي لكم قبل مكلمات المستمعين حانا لكنت بقى كتسمعين ندا برك نحاول انتصلوا بك وما كتجاوبيش اه ودائما بطبيعة حال ساميحة في استندا غا تحاول انها تواصل معك باش يمكن تطرحي السؤال دي لك على اه دكتور سعيد ولكن في انتظار ان هون تواصل معها غناخدوا مكلمات المستمعين طبيعة الحل معنا للا رشيدة من الربط مرحبا بيك للا رشيدة السلام عليكم عليكم سلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بيك اختي شارة قانونية صد لالله مرحبا للا مرحبا الله يجزك بخير أستاذ بارك الله وفيك الله يجزيكم على هاد المجهودات اللي كفتنا بيها بجزك بخير انك انت عندي واحد الارض في الربط وبيعتها لواحد السيد بكمبروميت فونت يالله درتي وعد البيع بقى ما بتياش لي لا غنية البيع ولكن هادك النوع كما تقولوا اللي تفهمنا عليه سبقوا لي تقولوا النوار تفهمت علي مع سامك ما بسألة قانونية الشي شلوش كنت تبدأوه الشي شلوش كنت تبدأوه الشي دك النواري تفهمنا عليه واخل اللي مرحبا تفضلي كمني و لكن في الكمبروميت فونت تكتب المبلغ كامل إجمالي باش غادين نتبايعو نعم ولكن دزت واحد المدة ديال 4 شهور و غالك ما زال فلس ما وجدت لياش و درتوشي أجل في هادك الكمبرومي نعم و درتوشي أجل محدد بأنه نعم أجل محدد و فات 4 شهور و فات 4 شهور و أشغل نقول به هادشي اللي كان نظر بقى وصفت لي إنضار من أجل إتمام صفت لي إنضار و عاوتاني عاوت صفته و ما جاوبش ليه و دابا المشكلة و ديالك الأرض عندي محفظه ايه و كنت فايت لي تشاور سمعه شي حد قال لي لحفظ الصهارة يقدر يدير عليها سميت و ديالك هادك تعرض ايه ولكن دابا أنت ممكن تفسخي هادك الوعد بالبيع باعتبار أنك قمت بكل إجراءات و فات الأجل باش ميوليش عند وقيمة قانونية ولكن أستاذ بالنسبة المصاريف و هاده ما ما عرفش كيفش أبشوفي محامي سهلة و غدي ديالك الإجراء و غدي فسخ لك هادك الوعد بالبيع بأنك باش تحلم الالتزام ديالك و كيولي هادك الوعد بالبيع باطل باعتبار أنه استوفى الأجل المحدد في العقد أو الوعد بالبيع استوفى هاده بربع سنين اه ماشي ربع شهور اه ماشي ربع شهور يوا فات الحال خست قديري إجراء ديالك باش ما تبقيش معلقة بهد الوعد بالبيع حيت عندك الحق تبيعي الوحد أخر يوا فسخي هاد الوعد لا فسخي هاد الوعد لا مكينش دابا مشكي خستو فسخيه في البعد هاد الوعد ولاجه واحد قال لك مشكيه لأعطيها هاد الحكم بالفصل قولي هاوديها والحكم بأنسي مطابية الحال هاد الوعد ما بقاش عند وقيمة قانونية هاد داليل بعتبر أن السيد درت مع أجل معين وما موفاش بهدك الأجل فهم الحقك أنك يتراجعينتي على البيع محقك أستاذ سوكينا لك الممكن بغيت غاية النمرة ديال الدكتورة أنا الله رحكنا خير مرحبا للا رشيدة أنا أرجعك دابلستنده وتاخد الرقم ديال أمل نخدم عناس رشيد من الدر البيضة مرحبا بك سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله خليك نشكركم بزاف والله العادي من السكن استفدو منكم مرحبا بك سيدي مرحبا بك سيدي مرحبا 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 نشكر أستاذة والله خلينا تحياته خلي لي نعزيز عليهم أمين متكدلك أخويا متكدلك بارك الله وفكك مرحبا سيدي الله يرحم لكم الوالدين غادي تعطقوني بعد أول حاجة هنعزقوك سيدي قولينا باش نعزقوك خليليك في حياتك دابة قريبا هدي من الفين وطماش أنا خديت واحد سكن اقتصادي ايه يعني خديته قريبا سكنت أنا في الفين وستة وهي تخدم في واحد شركة وتعتقلت تعتقلت على خطأ والحمد لله دوس عامين وخرجت باراءة ايه مجم جناية تخرجت مهم وخرجت باراءة أنا معا ساكن اقتصادي عرفتي كنخلص شهريا والشركة معا ترضوني مرقش كيفاش ندير التاق أعطيت المادة من الوكالة كراثة مهم خلت الواحد السيدة دارت لها الوكالة نعم دارت لها الوكالة موين كراثة الدار دارت لها الكون درا أنا مني دوس ديك العامين خرج الحمد لله براءة مهم دوس تقريبا واحد تقريبا سيسة شهور خدمت على براءة ديما نجدر بس رجعك الزخان بي ايه؟ مني رجع بحلم سالك باش تخوي لي هاته حال بعطيها الجهاز تشعور مهم قلت لها قلت لينتش ينخوي حتى نخطنا سالك سالكا انتصادي وندفعه وعطيلي السالة باعدموه باش يعطيها السالة قلت لها ماذا عندي ولادي عنش ستين أنا رأيه كاريبيت مع الجيران ومكرفس وانا رأيه ماشي شاري يتضار باش نكريها باش نتكن فيها أنا رأيك عادت سيب مشكلة اللي وقع عليا واللي كانت عودت لها كل شي مهم حبسات عليا الفلوس ما بقاش عطته من 2012 الى 2015 اليومين هادا حبسات عليا الى 2016 ما كاتخلصكش واجيبات الكرة اه نعمل وما يدرتيش الدعوة ديالك ديال اداء الواجيبات الكرة والافراغ هاتش شو ماشي ما يدرتيش ادرت واحد محامي اشدت محامي ذال ياوددي قد سالف درعام وقدي مشي مشكلة انا لغاردي بنتمع المحال يعني فاليجمالية وطائق قديت اه قد ادركشين ضرطريبة عادا الملكية والمسائيل كل شي جمعتهم عطيتهم ودك الأستاذ وقف معايا ونوصلنا للشكم رفضوا رفضوا الطلاب اه اه اعلش نعم واش؟ رفضوا الطلاب والا ما قبلوش طلاب حيش الفرق بين رفض لكم عدم القابول شنو داروا في الحكم اه اعلاش؟ علاش رفضوا؟ شنو السبب؟ شنو قالوا السبب؟ قالوا لي بديل وطائق قد يقول لكم ماشي هما هدو اذا نعم ماشي يرفضو لك الطلاب داروا عدم قابول طلاب لانك متبتيش صفة ديالك ها نعم عندك صفة ها لقال اليه 살아 超ين حين يا اجرت انا عافتي الدار معتعي يجري وجارة وقل لي اعطيها هذا محامي عاغد ذلك الفرسه بكت ديت في محامي اخر بالفعل شديد محامي اخر تاني مهم قال لي جمع لي الوثائق جمعت لي كل شي مهم قال الوثائق اللي جانا ليش بشتريب ونطورها بالفعل افعنا دعوها عند طوداء المسائل مهم باس دازل زالسات حكمات حكمات عليها بالافراغ والادع يعني من الفين اتناش عشر تن الفين وربع عشر ما خلطاتيش حكمات عليها بالافراغ والادع اداء مهم انتش ش حكمات عليها Disk physicists قال لي والكن Τابت حكمات استنفت は لا لا هذاك الحكم اللي حين ترفض لا لا ده بالتاني اللي تحكي لا التاني ده بالتاني اللي فيه الافراغ وستنفتو هي لا ما استنفتوش هيا زيد مني حكمو علها بالافراغ هيا خرجت في حالة مشات في حالة لا ما خرجاتش زيد داروا مع العون باش يمشيل عندها مهم باش يعلم علها الافراغ ودكش باش يمشيل عند المحل ساداية وقالتها مع اختها ما تيقوهاش نعم مني بقيتها نقلب انا بدينا نقلب على البلاسافيكاتكم قلتها عند اختها مشيت مشيت عند محامي مشيت عند العون ومشيت عند العون ومشيت عندها اعطاوها باش يعلمها بالافراغ مهم باس داروا معها واحد وثلاثين فهات الشهر هذا تخوي يعني دي الغداء انا مني مشيت اه مني مشيت باش نعرف انت عطت تفرغ ومشيت بالحكامة ولقيت لادات قلوك لو تدير هاد الكسيدر على استنفت او تاني استنفت خارج الاجل لا وانت تحكمت انت تحكمت بعدها بالالادة او الافراغ تحكمت فشهر ستا دي الآثين وخمستاش مش حال بيموت دا دا سعريها وعاد عدلت السينا مش حال بيموت دا باش داز وعادلت السينا مش رح ليك علاش اه مش رح ليك علاش علاش السيدي لانه القانون تيقول بانه الاجل ما كيبدأ الا من تاريخ دي التبليغ من اللي يبلغوها من طبيعة الحال مش هستنفت داخل الاجل دي ثلاثين يوم حيث عندها ثلاثين يوم ماشي شهر لانه كين ماتنا في فبريا رفي عرث 28 سعود 28 يوم ويقدر يكون في عرث 28 يوم كون ربع سنوات يا كسيسا موهر توقيته فبالتالي انه المشري حد ثلاثين يوم ما تيقولش واجل كامل معنى اليوم اول يوم الاخير ما كيتحسبش كيقول لي اجل كامل فدك شي عداش وخاء تحكم في 2015 راه ما تبلغت يحتل 2016 وما تبلغت تحتل دك الشهر اللي دات فيه استناف ومن حقات دير استناف داخل الاجل القانوني باعتبار انها المحكمة هي اللي غتفصل مبيناتكم واش انها عند الحق ولا ما عنداش الحق ميمكش وخاء انها ما اداش واجبتك رأيه ولكن المحكمة اللي يخطي تقول بانه راهد سيدة رافية لمتماطره وكتأيد الحكم وعاش كيصدر الحكم كيولي قرار نهائي وديك الساعة كيولي ما بقى لك عند الحق تدير النقد ولكن عندك الحق تكساعد تنفد نحق اه في اللولاني اللي تطب لا اللولاني هادك سهلة هادك اللولاني سهلة نحنا كنت تكلم عن التانية اللي في الإفرغ وشرحت لك يعني كيفاش انها راح تدس هاد المدة عاستان فات يعني المسترى غدا صحيحة اه لا يعني بزاف الحويج بكتب انسول وقطع وقيل اياك انا بقي معاكم كمل كمل شنو ده بس سؤال ديالك اه سؤال ديالي هو يذب السلفات هي في الحكم اللول لي بترفض مشيب هادا تطب وعلي السلفات وتترفض مهام لا وجل السيناف لانه ها نعم هادشي اللي بتنفهم انا السلفات هي يومشيط للمحكمة قالوا ليونيوش بدوريالرقم يلميف ياللول والتاني والتاني التاني عاد الاستاذ اللي دير معاه دا المحاملين دا معاهنا داباه اللي منكلي في الياب التاني عاد منيحضر لزلسة منيحضر لزلسة اعطاونا مذكرة و اجلها الى اجلها اذا التاني تستانف التاني احتوى تستانف التاني احتوى تستانف ولا شنو لا التاني ما تستانفش التاني ما تستانش الباشعير باش نفهم لانني شو يوقي لا مبقيناش غدين في نفس المصار واش عندك حكم دابا الان بالادا والافراغ الاول الاول قلت يتحكم بعدا مقابول الطلاب وعاوتيش تي محامي اخر ودرس الدعوة وتحكم المينف ومشيتي باش تنفد وتبلغات السيدة ومشا تدارت السينة في الحكم الاول والسماعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في لقاء جديد لقاء مباشرة القربة منكم مدغاديو وبرنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور سعيد ناوي واللواء استاد جامعي بجامعات الحسن الاول محامي باعيات الدار البيضاء مقبول مجدد محكمات النقض مرحبا بك سعيد محوال طيبة على خير الحمد لله اليوم الخميس بداية نهاية الأسبوع بداية نهاية الأسبوع دكتور سعيد كيف معودنا المستمعين يوم الخميس لقاء مفتوح الإجابة لك والأسئلتهم طبيعة الحال الرقم التي فيها مفتوحة من اللحظة يمكنكم تواصلوا معنا على 052-642-50 او الـ 51 او الـ 52 ايضا ممكنكم تواصلوا معنا موسى مين عبر الاسمس بك سابتكم مادام اوديك خلوا فراغ وصفتوا سؤاليكم الـ 5080 سابنة الرسالة ستادي الدرام وحتساب الرسوم هديم شو نحضو معنا للا بهيجة من قنيترا مرحبا بك للا بهيجة مرحبا بك للا بهيجة مرحبا أستاذ كده يرلا بسأليه الحمد لله يباك فيك أستاذ الله يخليك أنا عندي واحد المشكلة واحد تكفي كاريهة مكناس وده بسألت المدة اللي ديرها معه درت معها خمس سنين وزدتو خمس سنين أخرى يعشر سنين وده باولك الناس يدير 17 عام مهم ومشينا سيدة درت دعوات في المدينة مكناس وربحت الدعوات في محكرة السدائية قالوا لي يلا مشينا المحتامات تجارية ربحتها مشى دارستينا في المدينة فاز عاوتيني ربحت الدعوة ومني مشينا عنده عاون قضائي باش باللغنة مبغى سيعطيني هو مشى دارستي تنازل شي واحد اخر وده مبغى سيعطيني دارستي رجعوني عاوتيني محكامة عاوتيني لان محكامة لاش لانا ما عندوش الحق ان يفوت هذيك هذيك الرخصة الواحد اخر ما زال انه ولا بقى يستغل لها ربما يكون عاوه واحد نوع من انتفاق عن طريق العمالة او غير ذلك ولكن بالنسبة انه ويفوت هالواحد اخر لا ما عندوش الحق فأفعل نعم تفضلي. pillis انا شكاية الواكلي مالك وواكلي مالك ووكلي مين join join joined وعاوتيني للبوليس وarجعوني عند وكلي مالك ووقفو دبا الطاكسي ووقفوها له مخصوات توقيت هو ان ي Great احادي سيعطيني نائبة حالتكم عن المحكامة اه حالتنا الوكيل عن المحكامة وش كان شي متابعة باش حالتكم عن المحكامة ولا لا شنو حيث انا ما فهمش داب هاد المعطاء لانه الاجراء اللي خسو يدار راه الدار انه يوقفو الطاكسي راه وقفوه ولكن انكم ترجمشوا المحكامة اذا كان شي متابعة تابعو هادك السيد ربما انه بالعصيان المداني مثلا بانه مثلا ما بغاش يعني عصيانه ينتحقير مقرر قضائي معنا ما بعتبر انه ما بغاش ينفد مقتضاية دي الحكم او غير دي ما عارش بتضبش نين المتابعة اللي غتكون باش يحيلكم عن المحكامة الى حالك انت غتتنص بي كطرف مدني باش تربيب تعويضات ديالك ويرجاع ديال الرخصة باش انك تصغل لانتي شخصيا او تكريل واحد اخر مو بغاش يعطينا وذا برا دبنا المحالي ومحالي اهدر معهم ودبنا ما اقالو نوالو فادي الجنس اللي ده هاد سيمانة ما اقالو نوالو مو بغاش نعطاو نحصل اذا الجلس سيالله ربما جا الدفاع ديالوش جن نيابا دي او المؤذرة ديالو عاو تاخر الميلف باش يطالع على المحضار وعاش ديك الساعة يرافع في الجلسة الجاية المقبلة ان شاء الله ان شاء الله ودبا اه اكساد شنو عندي الزماج شنو اذا المصار رغا دي مزيان يعني اجراءات اللي درتي راه غادية راه الدليل انه السيارة مبقاش كتستغل راه واقفها الى حين ان يبت القاضي من اللي يبت القاضي بحكم اردك الساعة ان شاء الله بدك الحكم يتخذ السيارة ديالك بادن الله واخر سيدي شكرا الله مرحبا لله ناخدو معنا موكلامة اخرى مع ناس حسن من الحجب مرحبا بك السيدي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد ساعد ناوه مساء الخير مساء النورة سيدي بارك الله وفيك باخلي كان دي واحد سؤال دي اتحق بواحد المحل تجاري اياه الواليد ديالي كان شرى واحد المحل تجاري في 1987 اياه ملك من عنده مولع ومن بعد شهورته يخرج واحد السيد تدعب لان حق التجاري دياله الاصل التجاري اا ربما انه كان كاري من عنده السيد هذا وما خبروش هذا البائع ما خبروش بهذا المعطة هذا عنده شي عقد معاه لا ما عنده شي عقد ايوه اذا ما كانش عنده الاعقد لولباش غي يثبت بانه راك كيمتالك اذاك الاصل التجاري اا لا المهم دخلوا لي مش كما اياه وشكموا له الواليد ديالي يعني باش يخرج داخل بالاخراء اياه زيد سنة 98 اوه ومن بعد السان فاذاك السيد لاخر لي كانت يدعي الاصل التجاري دياله و لكن بالله تسمحني قلت ايه في البداية بأنه ثم يدك شرف 87 ياك او 97 اياه وقلت اياه وقلت اياه الثلاث شهرة ظهر داك السيد اياه وده باكت قوي الحكم في 98 ماشي مدة طويلة زرع ماك من 11 حاشر سنين عشر خرجوه اياه اياه 98 عاد حكموا عليه بالافراق امهم ومن بعد السنف داك السيد الاخر ايا وفي الالفين الجوج حكمو عاو تاني على الوالد وهو في حالة الوفاة باش يفرغوا عاو تاني فرغوا الوالد وبالفعل فرغوا الوالد ديالي يعني الوالد ديالي التوفى وحكمو على حكمات المحكمة يعني اللي صالح الشخص الاخر امم وتبلغ نحن اوجاع اوجاع شخصيال قبل يعني قبل ما يتنفد الحكم ايا وخبرتهم انا قلت لهم الوالد ديالي الوالد رات توفى اه السيد الوالد رات توفى خبرتهم عاو بفمك ما دلتيش بشهادة الوفاة لا ما دلتيش بشهادة الوفاة بان الوالد ديالي رات توفى الله يرحمه انا لجاء عندي العاون قضائي قل لها عندكم الدعوة قلت له تدمو لها رات توفى قل لي واست قبطانتا يا قبطافي يعني اعطيته لكارت ناسيونال ديالي وشجل المعلومات ولكن هو ما اخبرش بالوفاة دار بحضار تبلغتي نيابة عن الاب ديالك الوصفة ولان هو ما اخبرش بالوفاة وحكمو على الوالد حكمو يعني حكم داز ومن بعد اسبوع نستدو الجاوة يعني اخبرش ولكن باللتي اسمحلي من اللي انت تبلغتي علاش مامشيتيش للمحكامة لا انا طبعا غير الاخدرات ديالا انا انا يعاون تبريغ ما قلليش راعي اه عنكم الدعوة قللي هاتش راعي اشنو هاتشي في صالحكم اه هاتشيني قللي هاتش ايوه في صالحكم انا ايا تبلغتي بشي استدعاء خصبشي تحضر المحكامة اني المحكامة تستدعيك باش تسمعن اقوال ديالك ايوه المهم اه تنفذات الامور مهم شدة السيد لما حديلو ومباشرتين باع الواحد اخر عندون حق تبتتلين حكامة ايزي تكمل باع الواحد اخر ومن بعد احنا عاد جينا احنا تنقلبوا على حكمات الحكامة واش ندون شدو الكري عند هاد المستريج جديد اياه وارطة ولكن هاد المدة اللي قبل ما طلبتوش الكرة ديالها لا مطلبناش احنا كنا انا مسكين بالحكم اللول واخا ولكن عندكم واحد خمس سنين ممكن هادك راكين تقادم ماشي كين تقادم لا 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 حيت كان ديك الساعة ما تابتش هات الصيفة ديال الشخص غير تابتة ولكن مدم انش صيفة الشخص بتات من نهار بدا را خصو يخلص لكم الكرة هادك السيد اللي عاو تستغل من بعد من يدخل المحل خصو انه كان محروم في ديك فترة محروم من السغلال ديال المحل ولكن ملي يدخل ارخص ويخلص لكم الكرة ايا ذاكش طلبتناش كما احنا طلبنا يعني الكرة ديالنا احنا ما عرفناش عن الصومة الكرائية فسولنا يعني حال الصومة الكرائية في ذاك الشارع ودرنا الطلب ديال الكرة طلبنا الكرة لذاك السيد يعني درنا احنا تقريبا الفين درهم الشهر وكتدروا خبرة ماشي تقدروا على بوحركم اي احنا سولنا غير يعني ذاك الشارع الناس اللي عارفين الاتمينة سولناهم واخا ايا ومهم دفعنا ذاك الطلب وحكمات عاو تاني مش كما يعني ذاك السومة ماشي ايا ذاك بقينا 60 درهم الشهر وخمس سنين كما قلتي تخدمت يعني من الفين وجوج تل تل الى الان واخا هذك السيد واش كان عندو شي وصل قديم شي وصل كان يخلون السين درهم وكيفاش قدرو هاد السين درهم كيفاش داروا ليها ما ما نعرف لا كنتو تطلبو خبرة كنتو تطلبو خبرة خبرة باش يخرج خابير عقاري لي موتخصيص في الميدال العقاري هو اللي غيحدد لكم شحال هاد المحل خصوا يتكرأ او شحال كان خصوا باش يتكرأ مثلا لانه هو اللي غي غيكون الفيصل او الفاصل بينكم وبين هاد السيد لانه هو ما عندوش اتبات عن السوم الكيرائية الحقيقية اللي كان كاريبا انتم ما عند書مش كدرك علم بالسوم الكيرائية اللي كان كاريبا هو اذا الفيصل هنا هنع خبرة دي المحكمة لتقدرش حال بالضبط السوم الكيرية الحقيقية دي المحل الليك صاعاش تدروا دعوات دي الاداء دي الواجبات الكيرائية نحن ندرنا الدعواتят الااداء ويعني هي شد اللي هو استنفتو او لم استنفتو او جدابها لا مسلا. شنو سؤال كدابة السيحة حسن? نعم. شنو السؤال ديال كدابة? السؤال ديالي يعني واش كينشي حل من غير من غير هاد الكرة لان احنا تسجد ناشتين دلهمة والضاربة ديال الملك على حساب نارة يعني مدة هادي ومع العلم ان هاد المحال مع مرض تسجد من الف وتجميع سبع ثماني الى الان. يوا استرجعون انتو ما? طلبوا السرجاع ديال هاد المحل وغد حدد لكم المحكامة على ضو هاد شي لي قلت ليا واحد تعويض معين لانه ما كينش استغلال ما كينش بزاف ديال العناصر ديال هاد الاصل التجاري غير قائمة وقدرس اعطيكم واحد تعويض ليكون مناسب وديك ساعة تحطو لي الفلوس في صندوق المحكامة وتاخدوه المحل ديالكم. نعم. نمشيو فاصل الاعلاني وارجو معك طبيعة الحال دكتور ساعد ناوي. هاد جو برنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور ساعد ناوي ولو استاذ جامعي بجامعة الحسن الاول محامي بهئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. مازال مواصلين ومازال في السمارين موسمائية كرم في استقبلكم على سفر خمسة اتنين وعشرين ستسا وربعين اتنين وخمسين او الواحد وخمسين او الاثنين وخمسين ايضا مكلكم تواصل معنا موسمائينا عبر الاس امس. يبا كي سابتكم ما دائم او ديخ لو فراغ وصفتوا السؤال جالكم من خمسين تمانين سبب ان الرسالة السادية الدراما حتيصة بالرسوم. غد يمشون اخدو معنا السمسطفى من ايت ملول مرحبا بيك السمسطفى. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركزوه. مرحبا سيدي تفضل. طبيعة تحلق وفارح. الله يبار فيك سيدي بارك الله وفيك. السعيد بخير. الحمد الله. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي مرحبا. مرحبا سيدي شنه هاد المعلومة هادي. مرحبا سيدي شنه هاد المعلومة هادى. ايا. ايا. ايا ايا. اتذكرت ايا فعلا. ايا دالك عندش هي ثلتمائة نقطة. وباقي ما كمرش باش يستفد وبغاي يسترجع اديك المبلغ وقيت ليه ما ما عندكش الحق الصنارك الاخرى عندك الحق. مرحبا. والتنين تلات ربما تصمت اربع صدفان واحد برامج كان في واجر الوظيفة العمومية. ايا. وتصل بواحد شهر كان في تعليم. ايا. وكان خالد ستشر سنة وكي درس في دولار في الخالج. ايا. وجاء وكو غايز في الحسن ديالي معامل. للا ودي كان تسالوك تلاتة وتلاتين مليون. انت كدسة كده اربعين. ولكن سيجيب كده تلاتة وتلاتين مليون لاش نتقدمعك المساعد. لعم. وكانت الوضعية ديالوسية اشوية وصلب الوزير. ايا. قالي الوزير قلية سهلة. محلولة لا سيدي ومحلولة قال لي. قالت مشاه انهم يقدمعك المسائل انا غلنتوصل بيهم. مهم. ولا كانتش حزل مكتب ديالي مفتح. وقال لي ده اللي عنده بحرارة الوضعية محزابي. يعني مقصود بانه ربما هنا كيتوش. لسه مدقة تكملية وقالة. لا 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 مش تكملية. هم تكملية محلولة. هدا الوزير تشغيل. وزير تشغيل شخصيا. وليس الوظيفة العمومية. الوظيفة العمومية. ايه. وربما هدا المسائلة كتهم الوظيفة العمومية. معتقد معرفش. بعيدا الوظيفة. انا تقنمو هذه العلوم والله جزاكت الخير وكنت نصلها. والله جزاكت بخير هذه المعلومة هذه. شكرا. باركت الله فيك. انا اعتقد انه ربما يعني قدر يكون يعني اشكالات معينة متوحة في صندوق بشكل معينة او غير ذلك. ممكن يتم حلها اداريا. ولكن كيبقى ان القانون يسري يعني الكل. فالا كان مثلا اجراءات ادارية خساد دار. فبتالي انه خصي يتم احترامها. فمن كيش انه انسان يستفيد. ولم يقوم بيعني المساهمة اقتطاعات القانونية. لان ربما عندك سعيد بزاف الناس ما كيفهموش. فات الجانبية لان صندوق الوطني الدام للشميع. يعني مثلا داباك ربما ذلك الاقتطاعات. كيتم بهال تأدية رواتب التقعود. الناس اللي انتقادين دابا على امل انه احنا فاش نوصلوا للتقعود. غيكونوا الناس خلال اللي كيديوا علاوه يا غدا السيرورة. لا بقرشي فلوس. هذا ولا الامكانية. فلما كنتش اعطي القططاعات ديال كاملة. من كيش تستفيد من داك المبلغ اللي. هذا هو القانون ديال مشكل دوري تضامن. فعلا انه بحل الان يعني الشباب يعني انه الان يشتغل. فالاقل هادوك الناس اللي كانوا شباب في واحد الوقت. انه مشتغلوا على هاد الشباب اللي كان الان اللي غادي استقاعتها وهكذا. فكتكون واحد دورة معينة. ولكي خصينا بغي استثمار هادوك المبالغ في مشاريع معينة. مهم هادو رؤيا معينة بالنسبة للضمان الشيماعي. خصي ضروري واحد يعني قراءة جديدة او اعادة سياغة. يعني كل ميكانيزمات اللي كتحرك هادو هادو صندوق هادا. على اساس انه البحث عنها موارد. لانه الان الوزير رئيس الحكومي يشتكي. لانه كيقول بانه ره من الالفين وعشرين. ما يبقى تاشي حاجة. لانه ما عاودش زدناش في السن ديال. يعني السن تقعو الخصوص يصلي واحد السن معين. كي نقتراح لي تلتة وصين كي يجارة رقمتة وصين. ربما فرنسا مشات في هادو الاطار سيه كذلك. فعالاساس انه يتم يعني انهم يحتل الى اد. مثلا واحد يعني وقف مثلا 60 سنة. وكان مثلا كي ياخذ واحد مثلا الف وشي حاجة. ولا الفين وثلتة الاف ولهادي. كي تلقسلي واحد نسبة معينة. وحد تسعمية درهم او قل. فالي يزد مثلا سنتين او سنة او ثلاث سنوات. هذا كي بقنص المبلغ اللي غي يستفد منه. لونك هذا حوار الان ربما بين نقابات وبين الحكومة عموما. فبقاهم ما وصلوش الحل نهائي. باش انهم تأجل المشروع. ولكن المشروع خصوين ينزل. ممكن اسباب الله اعلم. نعم. وشكرا لك سيمسطفى. ناخدو معنا اللحسنة متدال بيدا. مرحبا بيك للحسنة. السلامة لله. عليكم السلام ورحمة الله يساله وبركاته. كنيرا خالي لبس عليك. الحمد لله هلا لله يطور نعم. كنيرا خالي لبس عليك. الحمد لله يبارك فيك. ما بغيت عن سولك على واحد الارث متلومة الواليد في الفين وطماش. مهم. وما ضاقين دلاني اخو سيدي كل واحد وشي باغي يقسم شي ما باغيش يقسم. وكينين ثلاثة الخط من الاب. مهم. ودخل مع محاصمة واحد مرس عموما. من اللي عندكم مشاركين وشنا هو الارث اللي كين. كين الارض. هرد فين كين هاد الارض للا. احني هاد الارض محفضة ولا ما محفضهاش. محفضة كين اللي محفضه وكين اللي ما محفضهاش. وديري. كين اللي عام متو كيقولو. كين قولي. وانتي قتلين اربع سنين ده بقى من الفين واثناشية كده بربع سنين من الفين واثناشر ثلاثة اه على الاقل الى ما بغوش عن طريق المحكمة ديرو حبيا انا بغو مثلا جيبوشي خبير ويقسم بناتكم ولا الجماعة مثلا في البوادي كان عاربين كتكون الجماعة كتحل المشكيل يعني الى كانوا البناتك يعني والولادك يقسموا بناتهم الطريق الشرية تسمحي يا استاذ كنا واحد السيدة ما طعمي بيعلها الواليد بيعلها ده بش عشر سنين ولا اكتر وما كاتبش معا كان هاديك الارض عليها قرد عليها هز عليها واحد نسبة دي الفلوس من القرد ايا نعم اكي خلص من اللي توصع خلى مبلغة كبير خمسالف درهم خمسالف درهم مشي كتير بزار لا خلصناها خلصتوا اه وحيتوا ده با هي مكتبش معاها وكنتما ممكن ده با ما كتتنكروش هاد البيع لا ده با اخوتي شي ناكر وشي ما ناكرش هي مباغيش يعطيها ده با هي يمشت وهو دي لها واحد الورقة في بلا صخرة وفيها نيت هادك را شرت من عندو هادك الارض اه فهذا نيت شرت من عندو المبلغ ويني ما محددش لها مش كل يحداها ولشكل كاسب لها غير بحلي ضع من لها فلوسها اه هي الاعتراف بدين هاك عاك ايوه تشي تدير حز هي تدير حز على شي اشي ارض هي تدير حز على شي ارض هي تدير محافظة دبا هي عنها وقم المحافظة هاد شي لك ان درت الحز في المحافظة مزيان لان ما يمكنش هادك العقار يتوزعه لهذا ولا يتباع الا بعد اداء دي لهذا الدين اللي عنده هي اه قسمة عن طريق الحكامة وكيجي يتعين خابير وتحدد بنا تنكروا واحد النصيب دي له فابتالي انه لما مشي ناشي الحلاء معناش مقاون تسناولي انه كيلي كيستفد ما تنشي واحد الى كين تماما تنفعين المكان ربما يستفيد ربما يكون يحرط فيها ربما انه كي يرعى فيها المواشي دي له ولا غير ذلك فابتالي انه يقره ومستفيد فابتالي الوضع ديه بالنسبة لي مشي مشكلة لا ره مالك ولكن يستفيد اكتر فاحنا ممكن انه يقع مشكلة بقى انسان الاخر اللي مثلا انسا كن في البادية او متزوج وبعيد عن المكان ديه المنطقة اللي فيها هاد الارتهاده ربما يستفيدش فابتالي انه لما يستفيدش ورها ولادهم بعد ما يستفيدوش وغير يقعو ديما في هاد فالدوامه دي فممكن الحل هو القضاء لما كانش حل حبي نعم ناخدو معنا مكرمة اخرى معنا السعزدين من ولد تايمة مرحبا بك السعزدين صحيح السلام عليكم عامكم سلام عليكم سلام الله تعالى بركاته الي كان ممكن اسعزز الدين بعدا وقف ركسايد 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 واقيله تايا يوقف عفاق قطلة من الجالك وقف نعم الناس توتك سمعوه بعيد نت دير المالي كلنا نقف سيدي تسكن في سلام ان شاء الله وقرب لك التليفون باشتسمعوكم بزي سلام عليكم الله يعطيك سيدي الحمد لله بارك الله فيك أشكركم على طبرة ميزة تيركم بارك الله فيك سيدي بارك الله فيك واحدة السيشارة مها أستاذ سعيدنا مرحبا سيدي الله يبارك سيدي بارك الله فيك الحمد لله سيدي بارك الله فيك قلتني نفق فيك أستاذ لحسب واحدة كنت خدام في احد شركة 2007 فشد وحبست عليك الشركة وكنا كانت خلصوا منطرق البنكة مهم وفش حلصات هالك شركة كنت مشيت عندهم البنكة كنت محبس لي لحسال دياري ذات القونت بيدي لواحد طالب كتبتو وصيبتو وصيبتو فدفعتو ليهم شو مش بيش لأكيزي ديالهم مهم وفشو داز عام 2008 بقوكي جوني ذو كالبروة ديالهم ورجعت لعندهم كثير مرات دفعت لكم طالب ديجا باش تتحبسوا لي لالقونت ديالي وختيت اشيرة على انك هذك الطالب ختيت اشيرة عليه بانك لو عطيته لي مراكيزي لا ما خديتوش في 2007 قلي اعود اكتبه اخر في 2008 مهم لونش والثاني بسعتو اليوم وخديت اسميتو خديت الاكيزي دياله مهم وبقى مازال مفتوح مهم وصيف طولك رجال كانت تسالوك قده وقده بقوكي جوني ذو كالبروة دياله دياله من غير هذك تلتشهر هذك تلتشهر فيهم هذك المديون يلي كي تسالوك يبقوا يتزادو مهم وكنت ساعد لهم كثير مرات دياليكم يده طالب 300 في 2008 ووضيتو مالك للاكيزي اللي عندي مهم اخذ كلها خلص هادشي نا ما هتخلصوش غا تصفت لهم تصفت رسالة المقر الاجتماعي ديال هاد المؤسسة البنكية كتخبرون بانني في الوكالة اللي كنت فاتح فيها الحساب البنكي ديالي طلبت من المسؤولي اللي عندكم تم او المستخدامي اللي كين فادق المؤسسة على اساسي تم اخباركم باغلاق هذا الحساب ولكن الاسف انه لم يتم اغلاقه كنت درت محاولة اولى ما كانش عندي الدليل او الاسبات بانني راه عطيتهم هادك الطلب ولكن الان راه عندي يعني الطلب اللي عطيتوليهم وفيه تأشيرة ديالهم بانهم توصلوا به بتاره وكاده بتاره كده وكاده ممكن ان اللي قبل خلصوه لانك ما عندكش حجة غا يطالبك وتخلص داك شيء اللي قبل من 2008 ولكن من 2008 الشهر اللي وضعتي فيه من بعد ما عندك ما عندك ما تخلص لانه طلبتي الاغلاق ديال هادك الحساب ومكش كتستفد منه مرحبا سيدي مرحبا سيدي بكل فرح غادين مشوا اللحظة نتوقفوا مع فصل غنائي وراجعين نواصل معكم مستمعين الكرام مع الإدارة القربة منكم مدغاديو وبرنامجكم استشارة قانونية رجعنا لكم جديد مستمعين الكرام على مدغاديو وبرنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور سعيد نوي ولو أستاذ جامعي بجامعات الحساب الأول المحامي بهئة الضرر البيضاء مقبول لدى محكمات النقضة مازال مواصلين ومازال مستمري معكم مستمعين الكرام في لقائنا المباشر إلى حدود ساعر رابعة سنرحبوا بكل أوفئنا وبكل مستمعين بطبيعة الحال إلى حدود لقائنا لكي استمر إلى حدود ساعر رابعة أرقمنا مفتوح لكم أجل سواصل سفر خمسة دين وعشين ستسة وربعين اثنين وسبعين خمسين أو لا واحد وخمسين أو لا اثنين وخمسين وغديمشو ناخدو معنا لالا عيشة من الدر البيضاء مرحبا بيك لالا عائشة السلام عليكم الله عليكم السلام ورحمة الله سعلى وبركاته جزاك الله كل الخير مرحبا بيك لالا مرحبا 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 السؤال جدي على واحد من أحد عدنا ما من كاريين ولكن واخدين السارو وكتر من تقريبا عشرين عام هذيو حينا كان وصلت عليه بالنظيم الغمو ودابا الوراثة غيتلعو وبغين اه أفتروا واحده واحد ري هو أن إلا بغيتو دارت بقوا فيها تخدوا بحد بغيتو الوراثة الثلاثة واحد منهم يدخلوا في بلاستو ولكن تم هاد المحل ماشي ديركم ماشي ورتي وعير كارين. لا دار دار واخدينش ناس ساروت ديالها. ايه ولكن ساروت ره ماشي كتورت. يعني عير فقط كتستفدو. مستغلين. لا ولكني لاب تخبو زعلينا باش ندخلوه. كمالكين. 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 تولو مالكين. من عند الواري. واحد واريت من الواريت. من اللي مالكي المحل اساسا. ايه. تحالا تدخلوه تشيرو الحق دياله. ليجا تحقهم. تشيرو الحق دياله. عالشيا. مفهمت دابة واخرية. ولكن احنا دابة علاش كنسهول واش الانساني لا بحل. وفيها غدي تحسبين كل قيمة اللي يعطينا احنا بالساروت. بالساروت ما كنت تحسبش. لا دابالك الساروت. انا كنقول دايما هادك هادك مبلغ كيبقى كيبقى يعني رهن الاشارة ديالكم. نهار طالبو بيك تاخدوه. واخر ما كينش واتيقة. ولكن كيبين بلي انا. ايه ما كيش واتيقة باش غد تبتيبينه وكين ساروتنا ما كينش. لا ما تكونش الواتيقة بالنسبة. اذا كعير الكراس في هالدار مكرية. لان الكراك تبين بلي ان الكراك مش قيمة جاله بنسبة الولفة فينا. مش بدرورة. مش بدرورة كقارنة يعني بسيطة جدا. مش بدرورة بانه انا بغيت نكرير لك بخمسمية درهم. مش بدرورة انني نكرير لك بخمسمية درهم كيبالي هذا هو القيمة الحقيقية العقار ديالي. مثلا كعطي المثال. ولكن مش قارنة كتبين بانه ورات خاد الساروت. لانه اساسا ميك يكون هاد الرهن هاده هو تكون الهدف وان الاخر كن قسم القيمة الكراكي يرأيو كيستفده هو من هذك المبلغ. هدا ولي متعارف عليه هدي ماشي قانون ولكن متعارف عليه بين الناس. ولكن ماشي هدا را كتبت بانني راني كاري ميتين درهم راني عاطي ساروت فيه الف درهم او في مية الف درهم او في ميتين الف درهم. لا ماشي بالضرورة. الى هو بغي نكرها ديك القيمة يجب نكرها. من غدا غينكرها من غدا غينكرها من غدا غينكرها من طبيعات الحال. لي نخسيكم كتب. واخد فضل. خير بالنسبة بغيت نسول بحل ده بي لجاب الله بغينا بحل ده بنقول له غد تقسم على اربعة الناس واحد سيز بورسون غادي تكون ديرنا. ولكن يشكون كيد من لي ان الاخرين غايكونوا موافقين. كيفاش خسلنا الى بروسيدور ديالة؟ هدي موافقين هما انهم ما يشفعوش داخل الاجل القانوني. عندك ثلاث الاجلات. عندك الاجل ديت ثلاث ايام اللي يكونوا حاضرين للعقد. يعني حاضرين او اسميتوا يكونوا حاضرين وكي لا. ياخدط اخطرف واحد. ما شيموش كيل غا تخري الحق دياله. عارو سمعيني يا الله. ده واحد فيهم اللي بغي يبيعليك الحق دياله على الشياع. يعني عندك وخ. اخي ما حضرنا بجوج ما غنيتفهموش. ولكن عار سمعيني و بعد نسمع لك. ايلا غا تشري الحق دياله من طبيعة الحال عنده الحق يبيعلك الحق دياله. متى قد دخل معهم على الشياع. ولكن اشن هو الحق لي عندهم همه هما وحق شفعا عندهم الحق يشفعو في هدك الحق لي غيب Southern هناكين القلوب الآجلات.لم أول انو يكون حاضريateurs العقد لي غيتكتب بديال البيع وبالتالي انهم عندهو عجال بBASH يشفعو.لئ ما شفعوه فلا م tradz إلى انهو تكتب ولكن ما تبلغوش ما في خباروش وكين تبلغوهم انتم في هدك البيع وعن دم اجل YE 3 شهر باش انهم يشفعو.لئ ما شفعو داخل الاجل الشهر كيف شا هو الحق ولا ما كانش قاع ما بلغتو موالو خصيدو اجل ديال سنة ويوم باعتبار اني سنة انقادات وبيكساكي ولي الحق ديالكم النهائي فانتو ميلكنتو انكم بغيتش دير ادخلوهم كلو في العقد باش تبقى ديالك تلتيام فقط وتكونوا مرتاحين بان وراء العقار او داكن النصيب اللي شريتوه راها ديالكم تفضلي على الله ايه ولكن غيري لا كنا بحق نعطو غير واحد لفا خطي بغير واحد ما كنا نعطو شكرين اذا انا مني بغي نجي ناخد خسمين مولزامة باش نقول لي هيحضر لي رفرين لا هو ليس مولزاما وانتي ليس مولزاما هو بغي يبيعلك منحقه غي يجيب سند ديال تملك دياله شهات الملكي اللي فيها انه مالك بنسبة كذا وكذا وغادي يبيعلك انتي هذيك النسبة دياله وانتي غتقبلي عالشياع باش تاخدي هذيك النسبة وغتدخلي على المحافظة العقارية كمالك عالشياع تفضلي تفضلي يفرضو انا مشتهم شيعك وداز واحد كاترمو وجاي واحد منهم قليل كل انا عنش باع يعني انا مقدر نضيعي ابيان شو كي يخلصلك المبلغ ما غتضيعيش كي يخلصك المبلغ بشريتي والمصاريف ديال العقد وكي نجيها اخرى وإلاجة بالله كان دعم ما بينت تحد ومن بعد انا بغيت نشري لباختي الاخرين ووش كي ممكن ليا ناخدها بنفس الثامن باش خدينا الاخرين انا هما بوحدو هما ديك عملية البيع والشيرة انا بغيت نبيعلك با 10.000 درهم متر كاري انا اول اخر بغي يبيعلك 5000 درهم يعني يبقى البيع والشيرة هو اللي عنده القرار انتي يبينك وبينتك بقى الاتفاق ما بينك وبينه ما بين البائع وما بين المشاري يعني ماشي بالضرورة انه يبيعلك بنفس الثامن هذك السيد ربما مضطر عنده ظروف معينة بغي يبيع الحق ديالو واحد اخرى ما عنديش ظروف بغيت نبيع بلا خاطر وحتى يحتلقى التمل المناسي اللي بغي ينبيع به فمسألة عادية نعم ناخدو معنا مكلمة اخرى معنا المريم من طنجا مرحبا بي كاللا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله لالله الله يطولنا عمرك السلام عليكم الحمد لله الله برش في كاللا اه انا كنت خدامة في واحد القهوة عامين ايا وكنت واحد منها كنت مشي تعلمت الجو اناني غالي نغيب دك منها لغد زعمه ونرجعك افعدني عادي ان انا كنعلمه وديرا معاه شي عقد ولا والو ديرا معاه شي عقد لا مكن ديروش العقد لا اير اسميته هاكدك خدامة وصافي خدامة ولكن دامنش شي معي بكل شي ايا اذا ندك لاريك وكل شي مزيان ايا كملي ايه اخبرتيه لغد جيت يحبسك اه لغدة امي غيب دك النهار من اللي جيت جيت قال لي انك موقفة اممم علاش موقفة من اللي مشيت الادارة اللي مسئول مو ديك سمي قلت له علاش انني موقفة وش كان شي سبب وهد القهوة فيها ادارة وفيها كل شي وفيها فيها ادارة فيها كل شي لانا هد القهوة يعني اسمية معروفة لا ما تقول اسمي الله يا الحم مو نيدك لا 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 تقلقيه سكينا لا ارسك يا يا منر دك open يووو مشيت الادارة صحيح المودي قلت له ليش انني موقفة قللك ما كنتي شي سابب شن هو السابب كنتي شي سابب وغير الباترون بغير يهدار معك ايا صاصي وانزا يجي هاد الباترون صنع هر السبس ايا زيدي قلت له اخر فوت عالك الفرصة زيدي كملي مشيت صنع هر السبس مشيت نتلقى الباترون قالك الباترون ما كانش يجي سلسب لاخر مهم يعني انا مخداماش قصف الضو كممشي وكنزي ايا منلى مشيت ايا ده ما عطرت ممكن قولك مكاينش كان لاخر ديار الشهر قلت له بstro حظي نتخلص بعد الشهر ديالي اعطاونين نص ديار الشهر ايا لاناني راقعت موقفة بختمش وانين نص ديار الشهر ملي مشيت علت Lily رجعت عالتانين نحتار مع الباترون المودير قالي انا جاي بش يخلاني والاخرجمن بديار وكن عرفتا عاشي دالولك ها اللخش عارتا اياưa دارولك هاد شي عرفتا يا عالش دالولك هاد شي مش م enseñعطاعوني اش سابب ماشي باش يقول لك رك مشيتي بوحدك لانه نهار كان غاي وقفوك يعطيوك ورقة بانه وقفوك اه لانك تغيبت ومشيتي في حالك وفتي 48 ساعة وما جتيش ما يوفيد بانك ركا وان كان هذا كيفيه روحد فيه نقاش قانوني على مستوى الاجتهادات القضائية بانه يخصوم يخبروك داخل اجل 48 ساعة باش ترجعي للعمل لما رجعي تلك الساعة كتكوني في حكم مستقيلة ولكن كيبقال اجتهاد قضائية متضاربة ما كين اجتهاد قار ولكن يعني شنو من بعد الاجراء اللي درتي ماني من اللي شفت المدير مراش يدار معايا ولكي سهار شي تعد مفتيش شغل انتي سعد المحامية هي اللي درت كل شي اني سطارة كلها ايه وباش حكموليك سعد المحامية انا دبا هاتش درت وانني شهار 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 خمسة في مخر ايه خمستاش ايه ودبا كين الجي في دولنا الجلسة اللولة الجلسة الثانية جبت الشهود انا من عندي بانا كيتبتو اناني وقفوني عندي الشهود باناني كنت خدامة ايه بانه ساطق املك المودي دتك المحامية ديالو مارتك اتحضر ايه حضرت غالما غالالولة مارتك اتحضر باللي انا سافي جبت الشهود وقالوا الاقوال ديالهم وكداوا هدي سافي كان غادي صدر الحكم جاءت لمحامية ديالهم قالت بأننا نغسن مكانت كتفن السيدعة هاز بغت زيت طول مهم دبقوا مو جاءبوا الشهود ديالهم جاءبوا الشهود ديالهم أنا مي مشيت بحالي أنا مي كتكن غيبة وما كتش كان جي ومشيت شاكت في مصابقة حتى أنا كتش مشيت شاكت في مصابقة ولكن هذه المصابقة شاكت فيها حتى حتى تلقفت من الخزمة ايا فانتي وصا في دب جاءبو الشهود الشهود عدن دب جاءت لتوشها الخمسة واخده بشنون مطلوب من نحن مطلوب أنني أقول لك أنه ما غادي يقولوا لي أنني مشيت بحالي يعني أنني صافي ما غاديش ما غاديش ندي لحسابي لوالا وللأسف كنقولها لك ابنتي في الإيداعات لأسف لأنه الشهادة ديالهم كتكون في بعض الأحيان حاسمة بعتبر أنه كي أديوا لي ميل قانونية ومطبيط الحالي لتبت الزور ديالهم كيكونوا متابعين في الدنيا طيب الحال هنا كيتم لإحالة ديال الميل في النياب العام وكيتابعوا بتزوير في الأقوال ديالهم أو شهادة الزور عموما وكذلك في الآخرة يتابعون يعني الله عز وجل ليعاقبون باعتبار أنه أدي شهادة الزور لحرمان واحد الحق ولكن المحكمة كتأخذ كي أدي اليمين كتأخذ بهذا الشهادة ديال في البحث منك يدر البحث كتأخذ شهادة بهذا الناس وعند ربيكم تختصمون يعني للأسف كين هاد يعني من وسائل إتبات لأن الشهادة كانت واحد الوقت دارت في واحد الوقت اللي كانت الدمة يعني الأخلاقيا صح تعبير ديال الناس وإن كانت لازلت حاضرة ولكن بعض الناس عدوي يعني القلة الأمور أه أنهم تشهدوا بالزور لأسف كين هاد المسائل كين ماشي ما كيناش ولكن معناش مكنش حل أخر لأن القانون تقول بأنه سجميع وسائل إتبات منها الشهادة شهادة الشهود إلي جابوا الشهود وإن كان في القاعدة أن شهود يعني النفي يعني يعني يقدمون على شهود الإتبات باعتبار أنه إلا أنفا وجاء شهود ديالك وقالوا بها السيدة را ما غادرتش العمل ديالها ورابقاتك تشتغل في العمل ديالها خصو يأخذوا بهذه القانون الأولى الثاني اللغة تعملوا عليها وهي أنه المشغيل كذلك ملزم كين شهاد القضاء يقول المحامية ديالك والدفاعيك يقلب عليها را كين شهاد القضاء كتبت بأنه راه المشغيل ملزم بأنه يخبر أو أنه يرسي الرسالة دي الإنظار بالإرجاع العمل بعد مرور 48 ساعة يعني خصو يخبرو باش يرجع إلا ما رجعش من طبيعة الحال داخل أربعة أيام كيقول لي أنه في حكم مستقيل فإلا غادرت المغادرة خصو يتبتها وغيرتها ديال بالشهود يعني الأسف نتمنى أن الأمور تمشي في غير المصار يعني يكونوا يعني المحكمات تأخذ بالشهود ديالك بأنك أنتي ما غادرتش العمل ديالك وتأخذ التعويض ديالك بإذن الله نعم ناخده معنا السعب العالي من الشمعية بطبيعة الحال يتواصل معنا بالأمس وطلبت منه دكتور سعيد أنه يعطينا أو ليسفت لنا يفاكسلنا الحكم بالفعل هو فاكسلنا الحكم ولكن كيقول بأنه عنده إضافة معينة هناخده معنا مرحبا السعب العالي السلام عليكم كيف حالكم السلام عليكم الإشهاد إحنا يلا دخلنا لنا قدروا مدة عام ثم كانوا ضرورنا قدروا نقضر لغالينا القارض يعني الحكم كي ذائي الاستئناس كايك خاسكون الإذن بالترافو إحنا جلنا جلنا نقول أنه قاين نجيبوا إشها هذا إدارية كايك قاين أعطيكم إشهاد ديال الأعداء السولارية بأن الأرض ما تبعش الأرض السولارية إياه حسنا لأدنا الملك وهذاك هذاك الحريم أه وسط الدوار مشروك مع الدوار مشروك معه كان كي هو فيه كان حفرنا الطراب ورا عدنا عليه حكم في 1857 أنا عندك كين عندك؟ نعم هادي فرصة كنشكرك على لي أنا أولي في حياتي كنت طالع على حكم صادر في 1957 بإسم جهة المالك نسخة الحكم نسخة الحكم المطاع بإسم جهة المالك أول مرة كنشوفه مكتوب باليد يعني أول مرة كنت طالع عليه هادي شكرا نحتفظ بها في الأرشيف ديالي عدي النسخة الأصلية لا نخلي الأصلية عندك حياتي ما غنحتجش لانا نستعملها فهذا حياتي ربما تسمية مختلفة على اليوم حكم المطاع أول مرة لأنه هدف 1857 يعني تذكره ديالتأسيس ديال المجلس الأعلى سابقا محكمة النقد حالي لانتأسيس في 1859 فمدة تقريبا طويلة جدا تقريبا 60 سنة تقريبا 60 سنة تقريبا لمر على هاد الحكم هدا أنعير واحد الملاحظة يلا سمحتي وغنقارنا نوكل ناقش وإن شاء الله تلاحتي تتقاد الوقت حيات الإذن اللي تكلموا عليه هنا هو الإذن بالتقادي أو الترافوع اللي كتلك اللي كتاخدوه من عند من الوزارة الداخلية باعتبار الوزارة الداخلية هي الوصية من عن الوزارة الداخلية اللي كيرسل لكم هاد الإذن هدا وكترفقوه بالوثائق تقريبا هل الحكم الجنحي أنه يعني صادر عن محكمات السناف بأسفي أنه الغال الحكم الابتدائي لا الحكم ابتدائي لغى قرار ذي المتابعة بالإذن اللي تقاضي وعتبرت أنه لم يصادف الصواعية بالتالي انه الحكم جدي بعدم قابول المتابعة اه المتابعة يعني ديال ديال الضنين فهذا اود دليل وبالنسبة يعني المحكمة النقلين اخذت المينف كدلك رجعت على هدي الشهادة هدي بانه ما كانش اشهاد وين كان البارحة بالصدفة انني قبل ما نخرج من الادعاء انني بحث ولقيت بانه راه ممكن حتى الاشهاد اه بانه مثلا هدك من ينوب عنكم هدك السيد الشخص اللي ينوب عنكم للترافع عنكم راه ممكن انه عنده الصيفة للترافع باعتبار انه مخول له نيابة عنكم من من طرف المجلس الويصاية وبتالي لا واستد احنا ما هاد ناس الارضي السولى لي باش نتفضل عرفت ولكن هو ادخلو لك را قلت هي هاد الحليم ما اعطي را قريت الرسالة ديالك من الخبيلة من اللي كانت اه هدنا وكالة وكالة يلا عدنا كانت ترافع بها وكالة خاصة هاي عند نعم 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 هاد يرى ان المنسبة لي يكن وحشي القضائي في المحكمة النقد ديال محكمة النقد كيقول بان هاد الوكالة الخاصة او هاد الوكال الاشهاد راه ممكن يوتبت الصفة او يعني يعطي الادن بالترافع ديال هادك الشخص اللي كينو بعليكم هادك الاشهاد هو اللي درت النقد مدة عام تركها رضيته من الميل فارضيته النقد نعم اه ده بقيت يبقي في اجراءات اه نعم بالفعل. ولكن انا ابدأ بحثة دكتور. نعم. لقيت الاراضي الجماعية كيكين واحد ضاهر مار 88 جوجر بحق. 1988؟ 88 ما تنظرش يكون 88 رايكون قبل من 88. مهما هذا انا كن دير بحث انا وحاكا كن بحث. يوم زيانا ارشيل انا ندير واحد العملية مزيانة غادي هاد الميل فاوة عندي دابا وسط وصلت به اليوم. غادي غادي نحتفظ بيحت الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى بحثوه فيه انا وياك ياك. والخميس الجاي ان شاء الله نبدأ وفي بداية الحلقة نهضرو عليه بالتفصيل. ان شاء الله. مرحبا سيد. دابا الوقت قلق سما بقاش الوقت. نعم سيدي. دابا انا هزتقل دي الساكنة دي الدوار. دابا انا بحلمها من مسؤولية. فرق دتي موضوع الشيكاية فيش عدم انصاف ساكنة دوار سيد محجوم. اتبارك الله عليك. مرحبا سيد الله يصاب مرحبا مرحبا. بكل فرح. العافو سيد. بكل فرح سيد الفرح على مساء شكرا. شكرا لكم مستمعين يا كرام شكرا لك دكتور سعيد. العافو. ونهاية السبع المفتق ان شاء الله معيني يوم الاثنين بإذن الله. شكرا جزيلا لك. برك الله وفرج. شكرا لكم اوفيئنا على حسن الاصغاء والمتابعة دمتم في رعاية الله. الى اللغة.